ايه هنستمر زي ما قلت لكم مدة اربعين يوم كل يوم نفس الموعيد بعد الجمعة ان شاء الله هنمشي برانش برانش نشرحه وناخد تجمعات بتاعته ونحل عليها السجل هنبقى مشينا يا جماعة كده بسيستم ان الورق لازم يبقى موجود معاكم وبعد كده ان شاء الله من افضلات الجاة الورق هيبقى موجود معاكم من قبلها بس عشان ايه او عشان ايه المفروض ان انتو تقعدوا تكتبوا الكلام اللي هبقولوا لان هتلاقوا فيه معلومات زيادة بنقولها موجودة عن اللي في الورق يعني حاجة في البسولوجي عدت علينا هنبقى نرجع لها بعد كده لا تعرفها بالوقت حاجة مثلا في الميديسن حاجة في البريو حاجة في البيضو وهكذا فايه لازم تبقوا متعودين ان ورق او قلم معاكم الحاجات اللي انتو هتكتبوها باقيديكو هتفضل تثبتة معاكم مش هتطلع من نمارك الاندو سهل جدا باسئلتو في الامتحان جميلة ومباشرة بس هو عايز فهم شوية نفهم الموضوع ماشي ازاي والقصة ماشي ازاي والمواضيع بالراحة كده حاجة حاجة عشان نستوعب الموضوع كله الاندو مفروض اسئلتو مضمونة في الامتحان لأسئلة بتاعتو مضمونة في الامتحان ليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي باسئلة كده ليها استنبه معينة وليها حاجة معينة ما بتحركش منها فعا نفس الكلام زي ما احنا هنقول كده يا لبن هيجي زي وبالزبط او هيجي زي نفس الموضوع كانت ركة كده معينة اللي هنحفظها لكن باقي كله بيعتمد على الفهم ويعتمد انت تفهم يعني ايه عصب يعني ايه العصب اللي محاضرة طب ما فيش ما فيش التهاب طب العصب ده التهابه هيبقى كويس ولا مش هيبقى كويس كل الشق ده او كل الحاجات دي زي ما احنا هنشوف ويحنا ماشي ازي ما انا قلتلكم كده المحاضرة تذكر محاضرة بمحاضرتها عشان ما تكوموش عليكم ولما نوصل لمرحلة الاسئلة تبقى الدنيا واضحة والناس كلها تستفيد ما تأخروش او ما تخلوش المحاضرات تترقم عليكم كده كده المحاضرة هتتسجل وهتترفع بعديها على طول على الجروب بتاعنا نفس المحاضرة اللي احنا اعلانها دي لو حد حابب يرجع تاني فيه نقطة عايز يعيد عليها فيه نقطة عايز يسمعها تاني كذا كذا المحاضرة هتتسجل وهتبقى موجودة وهتبقى موجودة مفتوحة معاك وتزكروها في اي وقت او تعملوها في اي وقت نلتزم بس كده بالموضوع اللي احنا مشيين معاك وما تشتتوش نفسكو عشان مسلا ايه فيه ناس دايما بتسأل طب ملف كذا ملف كذا ملف كذا لا امشوا كده على الكلام اللي احنا بنقوله والمواضيع اللي احنا بنقولها هتلاقي المواضيع ماشية مزبوطة معاك ولغاية الافر فالس ومش هتحتاجوا اي شيء تاني مش هتحتاجوا ان انتوا تاخدوا اي حاجة تاني اللي مش يين بس معاك بالطريقة اللي احنا بنقولها دي والمواضيع اللي احنا بنقولها هتلاقيونا قطينا المواضيع كلها من الالف للياء بدون اي حاجة طوعة بالبناء زي ما قلتنكم كده لازم تكتبوا بايديكم وحاولوا الكلام اللي احنا بنقولوا تلخصوه كده في ورق صغير عشان يبقى معاكو كده لما تيجوا تراجعوا ما تراجعوش على متين صفحة ولا تلتميت صفحة تبقوا كل المتين صفحة انتوا لخصتوهم في تلات اربع صفحات صغيرين كده فيهم اهم البوينس او اهم النقاط اللي مفروض تاخدوا بالكم منها او اهم الحبت اللي مفروض تركزوا عليها هتلاقيو الدنيا معاكو بقت سهلة والمواضيع بقت سهلة تمام كده يا جماعة بعد كده يا جماعة انا بس بديت النهاردة كده ايه استنيت دي اتين تلاتة عبارة لما الناس تجمع لكن بعد كده ان شاء الله بإذن الله هتلاقيو الموعيد كلها سبت عشان الناس ما تتأخرش بس عشان لو الناس عبناها دوامات الصبح وايه حاجة ما حدش تأخر فهنا هنبتدي على نفس الموعيد عشان الناس ما تأخرش بس طيب قبل بقى ما نخش في المحاضرة وفي حد عنده اي استفسار في النقط اللي احنا قلناها دي او القصص اللي احنا قلناها دي في حد عنده اي مشكلة فيها او اي حاجة فيها في حد عنده اي استفسار في الكلام ده او عنده اي مشكلة في الحاجات اللي احنا قلناها خلينا نبدأ كده بسم الله احنا هنتكلم في الامدو وبصوا يا جماعة برضو كده في قصة كده معينة في حاجة كده معينة اي حاجة لما بتعملونها زي رسمة او زي دياجرام كده او زي رسمة كده توضحية النقطة دي بتخليها تثبت في دماغكو اكتر غير لما تحولوش تحفظوا كلام مركز كده هيبقى سهل جدا ان انتوا تنسوه يعني هوريكو مثال على الكلام اللي احنا بنقوله ده دلوقتي او في قصة اللي احنا بنقولها دي دلوقتي بدل ما تحفظ كده واربعات وسهل جدا نهاية تتنسي تعملولها زي دياجرام كده او زي رسمة كده او زي تلخيصة كده لا الدنيا جميلة والدنيا سهلة والدنيا حال دي اللي احنا هنتكلم عليها في الاول احنا عندنا فيه تلق قواعد واحنا بنفتح السن او بنعمل فتح للسن تلق قواعد اللي عندنا او مين هم تلق قواعد او القاعدة اللي هي قاعدة الأطول أيها قاعدة الأطول قاعدة الأطول بتقول إيه إن كل أطول الأسنان عندنا تتراوح من 20 إلى 22 ملي كل أطول الأسنان عندنا بتتراوح من 20 إلى 22 ملي ما عدا ما عدا الأبر كنين هو أطول سن في الفم كله 27 واللور كنين هو اللي تحتيه على طول مباشرة هو 26 وعشرين. الابر كنين هو اطول في الفم كله هو سبع عشرين اللور كنين هو ما تحته مباشرة هو ستة عشرين يبقى دي كده اول قاعدة عندنا اللي هي قاعدة او القاعدة بتاعة الاطوال. يبقى لما نرسمها كده في دياجرام او نعمل لها كده زي رسمة طلال. بدل مفضل احفظ الابر سنترال انسيزور واحد وعشرين ونص. الابر لاترال اه اه عشرين ونص الابر مش عارف الابر فور واحد وعشرين افضل احفظ كده? لا. لما لم الموضوع كله في ثلاث ارقام الدنيا كده بقت واضحة او الدنيا كده بقت صريحة او الدنيا كده بقت سهلة او الدنيا كده بقى فيها وضوء. طيب القاعدة التانية او القاعدة التانية او القاعدة التانية القاعدة التانية بتقولي ايه او الحكاية التانية بتقولي او القاعدة التانية بتقولي ايه ان احنا عندنا الاكسز كافتي وانا بفتح السن هفتحه ازاي او هعمل الفتحة بتاعته ازاي او الفتحة هتتعمل ازاي او هنعمل الفتحة بتاعته ازاي كل الاسنان عندنا بتكون فتحتها زي البيضة كده اللي هي بيسموها الوفات كل الاسنان عندنا اي سني جنة غير الاسنان اللي احنا هنقولها دي بتكون فتحة بتاعتها اوفات معادة الابر سنترال انسيزور بيكون فتحته مسلسة والابر مولر بيكون فتحتهم مسلسة اللي هو الابر سيكس الابر سيفن الابر اي واللور مولر ترابيزويدل بيكون زي المستطيل يلأ كده خلاص أي سنة هيجيبهلي هيكون فتحته عملة زي البيض ماء ده الابار سنترل انسيزر بيكون تريانجلر الابار مولر سيكس سيفين إيت تريانجلر الوور مولر سيكس سيفين إيت بيكون ترابيزويدل بيكون ترابيزويدل أو بيبقوا ترابيزويدل تبتالي قاعدة عندنا قاعدة اسمها الاكسيسوري كنال يعني ايه الاجسيسوري كنار احنا مفروض عندنا لو السن فيه جدر واحد المفروض ان بيكون في قناة واحدة بس فيه شواز للقاعدة دي او فيه حاجات شازل القاعدة دي ايه الحاجات بقى للشازل القاعدة دي عشان ما تنسوهاش خليكوا دايما فاكرينها زي الخطة بتاعة فرق الكرة اللي هي ايه اللي هي 4-4-2 يعني ايه 4-4-2 يعني upper four اللي هو الـ lower first pre-muller lower four اللي هو الـ lower first pre-muller اللي هو الـ lower lateral incisor او الـ lower two دول ممكن يكون فيهم one root بس في الـ one root يكون فيه two canals بيسموها accessory canals طب النسب بتاعتهم ايه عشان برضو ما تحفظوهاش او ما تعملوهاش حفظ الـ lower lateral ده هتكون نسبته ان انت هتحط الرقمين دول جنبه بعض يبقى نسبته كم من غير منحفظ يبقى حطينا الـ 4 جنب الـ 4 يبقى نسبته 44% طب الـ lower four هنروح جايبين له الرقم بتاع الـ upper canals اللي هو كان اطول سن في الفم يبقى نسبته كم؟ يبقى نسبته 27% طب الـ upper four ده اعلى نسبة فيه سن في الفم انه هو يجي وان root ويجي فيه two canals اعلى نسبة كم؟ 91% يبقى دي كده التلق قواعد او التلق قواعد اللي عندنا الـ اطوال الفتحات بتاعت الفم او بتاعت السن وإحنا بنفتح الـ access بنفتحها ازاي؟ بتتفتح مننا ازاي؟ الـ access or canals او قنوات الزيادة هم دول اللي هيحلونكوا اي سؤال يجي في الجزئية دي السن ده طوله كذا طب السن ده فتحته كذا طب السن ده نسبة القنوات الزيادة اللي فيه كذا طب السن ده نسبة ان هو يكون فيه access or canals يكون كذا كل الموضوع ده او كل الحكاية دي او كل الموضوع ده في التلت قواعد دول او التلت حكاية الدول طب خلينا بقى ناخد شوية اسئلة على الكلام ده عشان نشوف الكلام ده تم استيعابه ولا لا فهنا بيقول لك which of the fuck is maxillary anterior teeth is most likely to have longest root lens يعني مين اطول سن موجود عندنا واحنا بنعمل حشو عصاب نفس القواعد اللي احنا قلناها أبار كناين أبار كناين نفس القواعد اللي احنا قلناها خلاص مفيش كلام هيبقى زيادة مفيش كلام هو نفس القواعد طيب الفتحة بتاعته بقى بتبع عاملة ازاي او فتحته بتبع عاملة ازاي او غطة يتقى برضو نفس القواعد من غير هم تلقى قواعد اي سؤال ييجي في الجزئة دي خلاص احنا غطناه او عملناه تغطية اي سؤال ييجي في النقطة دي او اي سؤال يكون موجود في النقطة دي خلاص بتلقى قواعد دول احنا غطناهم او عملناه لهم تغطية طب هنا بيقول لك يعني مين من اللور انتيرور بيحصل له فشل في حشو الاعصاب نتيجة ان ممكن يكون في قناة زيادة موجودة يبقى دي بقاعدة تانية مين هو السن؟ اللور لاترال ان احنا قلنا هيبقى في قناة تانية زيادة نسبة كم او النسبة بتاعتها كم او النسبة كم قلنا هنحط رقم اربعة جنب رقم اربعة بقى نسبته بيكون اربعة واربعين في المية او بتبقى اربعة واربعين في المية طب لو انا عايزة اتجنب المشكلة دي واتجنب حدوثها ايه اللي انا ممكن اعمله بري تيرفينج لفاين لا البري تيرفينج ده بتاع حاجة اسمها لج حاجة تانية خالص لو انا عايزة اتجنب انها افقد قناة يعني قناة ما اعرفش الاقيها اعمل ايه سلوب تكنيك الله ينور عليك يعني الاشياء الاكس ري بتاعتنا التانية بتبين بعدين بس اللي هو الطول والعرض ما بتقدرش تبين العمق فانا لو انا عندي حاجتين راجبين فوق بعض كده مش هعرف اشوفهم لانهم راجبين فوق بعض اعمل ايه بقى عشان ابين البعد التالت او اللي هو العمق عندي حل خفيف شوية او سهل شوية وحل متقدم ايه الحل اللي ممكن بايه ده نعمله في العيادة ان احنا نقوم بدل ما هم راجبين فوق بعض كده نمجل الاشياء عم الجن فنقوم عاملينهم كده يحصل ايه او ايه اللي يحصل يبقى عملنا شفت تكنيك بدل ما هم كانوا عاملين كده امتنى فريقهم عن بعض كده يعني انت دلوقتي في قناة هنا وفي قناة تانية طلع فوقيها بالزبط طلع فوقيها فانت لما تبص بعمودي او تاخد الاشياء بسرعة فوق بعض او راجبين فوق بعض طبع انت عايز تشوفهم مفصولين يبقى عمل بقى الاشياء تبص عليها جانبية يبقى عملنا شفت تكنيك فتخلي القناتين بدل ما كانوا راجبين فوق بعض يطلع واحدة كده واحدة كده اسمها ايه القاعدة دي الشفت تكنيك او السلوب تكنيك اسمها ايه القاعدة دي الشفت تكنيك عليها السؤال في الامتحاد يجي يقولك لو انت عندك نفس الحالة اللي احنا بنقول عليها يقولك لو انت عملت القناة الباكل هتبقى موجودة فين والقناة اللينجوال هتبقى موجودة فين ungefين يعني القناة اللينجوال موجودة ناحية ايه هييجي السؤال كده بالزبط في المتحنة هيقولك القناة اللينجوال هتظهر معاك فين لو انت عملت هتكون هتظهر ميزيال أنا جبت الأشعة من ناحية الميزيا اللي يبقى مراي από la 말 اللي جالي قريب مني هي قانان اللينجوال يبقى قانان ظهرت ناحية ايه او بنت ناحية ايه ناحية الميزيا طب القانان الباكال اللي هي التانية العكسية يبقى راحت بعيد عني ليه لان القاعدة بتقول سلب цент يعني نفس ما هتحرك الكون اللي هيجي معاك هو اللينجوال كنال اللي هيروح عكس اتجاه الحركة بتعتك هي الباكال كنال يعني لو على نفس القاعدة كده جاب لنا السؤال بس بصورة عكسية قال لنا لو أنا عملت distal shift نفس الحالة كده يبقى القناة اللينججول هتروح فين والقناة الباكل هتروح فين نفس السؤال النينجول نفس ما أنا بتحرك اللينجول هتيجي معايا والباكل التروح أنا عملت يبقى اللينجول هتكون والباكل تكون تبقى أنا عملت يبقى برضو نفس ما أنا نفس ما أنا بتحرك وبروح هي اللينجوال اللي بتيجي معايا عكس اتجاه حركتي هي البكة عشان بيجي السؤال ده كتير جدا في الامتحان والناس بتتلغبط فيه من غير لغبط خالص وبطريقة سهلة خالص شوف الكون اتحركت ازاي ونفس الحركة بتاعت الكون هي اللينجوال عكس حركة الكون هي البكة برضو جي سؤال هنا في الامتحان في النقطة دي قالك مين القناة لو احنا بنقول مين القناة اللي بتكون رئيسية ومين اللي بتكون اكسيسوري نفس الحالة اللي احنا بتتكلم عليها بتاعت اللوغر لاتر مين القناة الرئيسية ومين القناة الاتسيسوري من البكة واللينجوال البكة البكة هي الاساسية واللينجوال هي الاتسيسوري عشان جي السؤال ده برضو في مجحام فترة قريبة قالك مين لو انت زي ما احنا بنقول كده فيه تو كنال موجودين في اللور مين هي اللي تعتبر المين كنال المين كنال دي اللي هي يعني زي المصورة الأم اللي هي بتبقى كبيرة ومين بقى اللي متفرع أو متفرع صغير نازل منها دايما الرئيسية أو دايما الأساسية أو دايما اللي بصور رئيسية هي الباكل والأكسيسوري أو اللي زيدة أو اللي طالعة زيادة هي اللينجوال طيب هنا بيقولك ايه البرسنتيج بتاعت المجزيرة نسبة نقل ان هو يبقى فيه 2 كنال برضو وعد اللي احنا قلنا عليها يا دكتور احمد ممكن سؤال لو سمحت ايوة ببضالي انا ما فهمتش بصراحة ايه الفرق بين سلوب افرق بينها ازاي يعني سلوب و ايه اللي سلوب هي انا عملنا مش انت الاشاعة وانت بتعملها بتعملها ازاي بتعملها عمودية فلو انت عندك حاجتين ركبين فوق بعض كده وانت صورتي بصورة عمودية هيطلعوا ركبين فوق بعض انت عايزة تشوفيهم ازاي عايزة تشوفيهم مفصولين كده بدل ما هم كده تشوفيهم كده فبتيجي من الجنب عشان يبانوا بالشكل ده بتصوري من الجنب اللي بيجي معاك هي القنال اللي بتروح عكس هي القنال البقر باني ايه لو من ناحية دي اعتبرناه ان ده المذيل بتاع السن تمام خليكي مركزة معاك يا فصوابك ده المذيل بتاع السن وانت صورتي من هنا يبقى دايما دي قنال واللي بتروح بعيدة عنك او بتمشي بعيدة عني هي القنال البقر طيب انا عملت يبقى يتقلب كده يبقى يتقلب كده برضو اللي اللي جات معاة والبقر راحت بعيدة عني راحت المذيل تمام هنا بيقول البرسنتيج بتاعت المجزيلا إن هو يبقى فيه 2 كنال 1-90% لحاجة 90% كام الطول بتاعه احنا سبتنا أطول الأسنان قلنا في المتوسط بدلا ما نحفظ كل سن كذا 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 المتوسط غير الأبركنان متوسط الأسنان عموما كم أو المتوسط 22-22 خلاص يبقى أي حاجة هتيجي في الجزئية دي خلاص تمام نفس التلقات نفس التلقات اللي احنا قلناهم طيب هنا بيقول لك يعني مين من اللور مولر أو مين من اللور مولر بيبقى في اللور بري مولر اللور فرست ولا الساكن يعني ممكن عدد القنوات وشكل القنوات فيها اختلف ما يبقى السابق اللور فور طبعا اللور فور بيبقى النسبة كام من اللي احنا قلنا نفس الطول بتاع الأبركنان عشان ما نحفظ 27-27 برضو هي هي نفس القواعد اللي احنا قلناها أو نفس القواعد اللي تقالت 27% أو هيبقى 27% يبقى نفس التلقات اللي احنا قلناهم أي سؤال ييجي في الجزئية دي أو أي سؤال ييجي في النقطة دي خلاص تمام الأمور تمام طب هنا بيقولك which maxillary molar is most likely to have ده السؤال ده بقى بيحب يجيبوه قوي مين السن اللي بيكون فيه اللي هي بيسموها القناة المعقربة بقى بتاع الطب الأسنان كله عمو اللي هي بيسموها بيقولوا عليها الميزيو باكل 2 دي بقى قربة وقناة بتاعة الحوارات اللي في الطب الأسنان كله أرخم قناة موجودة في الأسنان كلها هي القناة أبر سيكس أبر سيكس الأبر سيكس الأبر فريست مولر الأبر فريست مولر طب هنا بقى بيقولك لو لقيتها هلاقيها فين لو لقيتها هلاقيها فين ميزيو بالتل أنا عندي دي بيسموها الميزيو باكل 1 أو Mp1 ودي اللي هي ودي اللي هي كبيرة هي بقى بتكون موجودة فين ميزيال و بالتل يعني هنا بالضبط بتكون موجودة في الحتة دي بالضبط ميزيال و بالتل لل Mp1 ميزيل وبالتل للإم بي وان والقناة دي أرخم قناة في حشو الأعصاب في الفم على الإطلاق أرخم وأغلص قناة في التنظيف اللي بيعرف يلاقيها ما بيعرفش ينظفها واللي بيعرف ينظفها يلاقيه يقولك كسر فيها فيلات واللي ينظفها كواسية ولاك مش عارف حشيها مش عارف أقفلها كواس ومش عارف أعملها فأسوأ قناة في الحشو كله هي الام بيتو أو اللي هي الام بيتو طب في شوية بقى حاجات هنا بتيجي عندنا في الفيرست مولر ده وشوية حاجات بيجيبوها في الأسئلة كتير بيجي ساعات سؤال يقولك المفروض إن الضلع بتاع قاعدة المثلث بيبقى باتجاه أنهي وال أو أنهي أو أنهيك دور الضلع الضلع بتاع المثلث القاعدة بتاع المثلث دي موقع أنهيك دور التريانجل بيبقى في ديستان لا ديستان المشترك بين الكلمتين دول كلمة ميزي وباكل وكلمة ديست وباكل إيه الكلمة المشتركة ما بين الاتنين باكل باكل يبقى الضلع بتاع أو القاعدة بتاعت المثلث هي تعتبر أنهيك دور أو نعتبرها أنهيك دور باكل يا الباكل وال يا الباكل والحاجات دي بتيجي في الأسئلة جماعة الحاجات دي بتيجي في الأسئلة الحاجات دي بتيجي في الأسئلة طب راس المسلس بقى او الزاوية بتاعة المسلس اللي هي تحت central margin البلتل بتبقى البلتل ناحية البلتل او بتكون ناحية البلتل او بتبقى ناحية البلتل وفي سؤال برضو هنا بيجي في المتحنك لو انت عندك السن كان بدلي ديكايد ومتكسر خالص وانت عايز دقيب تاني فبتحط في حاجة اسمها مصمار هنبقى نجيلها بعد كده اقوله هو البوست فهيقولك تحطه في قناة من الاربعة اللي احنا قلنا عنهم دون ليه بقى شمعنا البلتل اكبر قناة اوسع مش اوسع اكبر قناة لا عشان جسد سؤال اطول قناة مثلا طويلة لا مش عشان طويلة لان ممكن الميزيو بكل على فكرة تبقى اطول بلتل عايز هي مش فكرة ان هي طويلة انت دايما لما بتحب بتحط البوست بتحطه في القناة اللي ما فيهاش اي محرافات يعني ايه ما فيهاش اي محرافات يعني ستريت يعني انت بيبعندك الجدر الميزيو بكل عامل زي المخلب كده والجدر الديسيو بكل عامل زي المخلب كده مين اللي بيكون طال يعني واقف يعني انت لو جت تحضر بالجدس جليدن لان الجدس جليدن دي ممكن تعمل او تعمل خرب او تخرم زي ما هنشوف قداب فمين اللي بيكون للانصفاب خالص هنا ممكن لو انت وقفت الجدس جليدن غلط تخرم كده هنا لو انت وقفت الجدس جليدن غلط تخرم لكن هنا حتى لو وقفت الجدس جليدن غلط مش هتقرب مش هتعمل بيرفريج عشان كده هيجي يقولك السؤال في الامتحان مين القناة اللي احنا بنحب نحط فيها البوست في الأبر مولر هي البلد وش معنى مش عشان هي الطويلة ولا عشان هي الواسعة ده بالعكس ده ببعض الأحيان القناوات الواسعة دي حاجة مضرة أصلا لأن انت هتضطر ان انت تجيب بوست مخصوص او تعمل بوست مخصوص فهي مش عشان هي طويلة ولا عشان هي واسعة هي عشان هي اللي هي مقاش انحناءات او مفيش فيها اي كرفيتشر او ما بيكونش فيها موجود فيها اي انحناءات وبرضو السؤال ده بيجي كتير وبتكرر طيب هنا بيقولك يعني مين ما عندنا من اللور مولر اللور سكس ولا سيفن ولا ايت اللي بيكون سكس وبيقولك لو القناة الرابعة موجودة هتكون موجودة فين او هتبقى متواجدة فين ديستل بقى وخلاص ديستل بقى وخلاص ليه بقى لان احنا عندنا اللور فرست مولر بيتعامل كده بالظبط اللي اتنين الميزيال سبتين كده كده لازم يكون موجودين اللي هي الميزيوباكل والميزيولينجوال مفيش فيهم خلال الديستل بتعمل ايه يا اما بتيجي واحدة كده في النص ومركزة كده في النص يا اما بتيجي inicial موضوعية لاثنين صغيرين كده يا اما بتيجي واحدة سنترالايزد كده وكبيرة وضخمة وموجودة في النص يا اما بتيجي اتنين كده واحدة يمين واحدة بخل واحدة لهم فكده القناة الرابعة موجودة في الدستل او موجودة في الجزء الدستل طيب في سؤال بقى بيجي في الامتحان مين من اللور مولر شكل القنوات بتاعته ممكن تعمل سي شيب بيجي السؤال بالضبط نصا لور سيبن ويقولك بقى ازاي اقدر اتغلب على المشكلة دي يعني مفروض لو هو سي شيب لو انت مش فاهم اناتومي كويس او انت مش فاهم تشريح كويس سهل جدا تعمل لان انت متعود ان القنوات زي المسلط او زي المستطيع هتفضل تدور هنا وهنا هي مفيش قنوات فسهل جدا تعمل بيرفوريشن فازاي بقى تتغلب على المشكلة دي بيجي السؤال ده كده بالضبط ايه الحاجة اللي تخليك تتغلب على المشكلة دي الالتراسونيك دايما لما تكون خايف بيرفوريشن او خايف ان انت تعمل بيرفوريشن وحاجة كده بيعلقوها فايلات كده بيعلقوها مش فايلات حاجات زي التبس بتاعت الاسكيلر اللي بتعمل التنبيب بتاعتكتير صعبة جدا تعمل بيرفوريشن زي التبس كده بتاعت التنظيف الجير فهيجي السؤال برضو جي السؤال ده ده في امتحان الدكتورة اللي بتقولي السي فايل السي فايل واحنا بنعمل خلاص لقينا قنوات واحنا بنعمل تنظيف بنعمل كليينجوشن الدكتورة اللي بتقول سي فايل ماشي صح بس ده في مرحلة الكليينجوشن وهيجي يكلمك في الاول وانت لسه بتحضري وانت لسه بتفتحي ايه الحاجة اللي تديك ضمانة ان انتي ما تخرميش السن او ما تخرميش السن او ما تعملينش بيرفوريشن في السن الالترا سونيك عشان السؤال ده بيجي كتير وبتبرد كتير وقالك ايه الحاجة اللي تضمن لنا او تعمل لنا ضمانة ان احنا ما نخرمش السن ما نعملش بيرفوريشن في السن او ما تخرمش السن هي الالترا سونيك طيب ده كده الجزء الاول او الجزئية الاولى تاني جزئية اللي هي تاني جزئية اللي هي بتاعت التشخيص و هيجي فيها عشرين خمسة عشرين تلاتين سؤال بصوا اتماع هي فكرة واحدة او هي موضوع واحد اهموا ايه هو يسهل لكم الدنيا او يعمل لكم الدنيا او يسهل لكم المواضيع اه في اللوكايتنج يا دكتور اه واحنا بنعمل حاجة اسمها دروفنج يعني نشيل الروف بنعمل دروفنج التشخيص ده بيتقسم لإيه عشان تتخيلوه بس كده جماعة عشان بيجي فيه اسئلة كتير جدا وهو فكرة معينة لو انتوا فهمتوها وطبقتوها هتلاقي الموضوع سهل جدا احنا بديقسم التشخيص عندنا بتاع السن ده الشقين يعني التشخيص بتاع السن ده التشخيص داخل العصب نفسه العصب بيشعر بإيه العصب بيحس العصب بيتقلم بنقسم تشخيص العصب لحكتين العصب نفسه اللي هو داخل السن الأنسجة الحية اللي داخل السن والأنسجة اللي حواليني السن اللي هي البرئبكل والبريدونتل فأول حاجة هنأخدها اللي هي تشخيص العصب نفسه تشخيص العصب نفسه ده عشان تخليكوا فاكرينه دايما بمثال زي أكنك بتاكل آيس كريم انت لو جيت كلت آيس كريم وحسيت إحساس خفيف بالأيس كريم وأول لما بلعت الآيس كريم القلم اختفى ده معناه كده ان هو عصب حي عصب يشعر بصورة طبعية خدوا بالكوا عشان دايما الناس بتفتكر النقطة دي غلط يقولك السن لما يحس يشعر معناه ان هو متقلم لا هو السن الطبيعي لما يحس ان هو بشعور ده بالعكس لو انت كانت آيس كريم وما حسيت اي حاجة خالص بالبرودة ده معناه ان السن ميت أصلا المعناه ان السن ميت أصلا معناه ان السن مش عايش أصلا معناه ان السن ما بيحسي أصلا فلازم تحس او لازم يكون فيه إحساس او لازم يبقى فيه إحساس فلما تحس او تشعر شعور قليل او تشعر شعور خفيف ويختفي مباشرة بعد ما تبلع الأس كريم يبقى ده كده نورمال بل تم حسيت إحساس قوي بس سلسواني قليلة جدا وأول لما بلعت الأس كريم القلم اختفى يبقى ده كده العصب في بداية التهاب بتاعه لكن يقدر يرجع يبقى طبيعي تاني ولما يقدر يرجع يبقى طبيعي تاني من غير ما ننزع العصب هيتسمى إيه ساعتها ريفيرسبول بالبيتس ريفيرسبول يعني إيه يعني يقدر يرجع يبقى طبيعي تاني يقدر نعالج السن بدون ما ننزع العصب يعني باختصار نعمل حشوة باختصار نعمل حشوة طبعا أنا ما أكلت الأس كريم قال لي لا الألم فضل بعد الأس كريم لدقايق معدودة دقيقتين 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 يبقى ده عصب لا يمكن يقدر يرجع يبقى طبيعي تاني فده ساعتها ما ينفعلوش علاج إلا إزالة العصب فهيتسمى ساعتها إيه مش هيرجع يبقى طبيعي تاني يبقى عكسه هيرجع يبقى طبيعي تاني فهيتسمى ساعتها irreversible bulbides التهاب في العصب مش هيرجع يبقى طبيعي تاني طبعا أنا أكلت الأس كريم ما حسيتش بحاجة حط الأس كريم على السن السن ما بشعرش بحاجة ده مش معناه سن طبيعي ده معناه سن فقد الإحساس يعني معناه سن العصب بتاعه مات يعني معناس ان العصب بتاعه بقى نيكروتك يبقى تاني التشخصات بتاعت العصب انا دلوقتي كالت ايس كريم عملت كده كده قفلت عيني كده لحظة وكملت عادي ما عنديش مشكلة يبقى ده كده نورمال بلا طب اتقلمت قوي بس ثواني قليلة يبقى ده كده ريفيرسيبول طب اتقلمت قوي بس بلعت الايس كريم القلم شغال 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 يبقى ايه ريفيرسيبول طب ما اتقلمتش ما حسيتش اصلا خالص ما فيش شعور خالص يبقى ده كده عصب مية ده كده نيكروتك ده كده عصب مية وفي وسط ما احنا ماشيين هنبقى نقول كده حاجات كده كيوورد كده تشوفها خلاص دي كده فاشخص نكده فهنا بيقول لك على نفس الوصف اللي احنا عايلينه بيوسط ان العصب يعني العصب حي لكنه ملتهب العصب حي لكنه ملتهب وانكباب والوفيلنج يعني انكباب والوفيلنج يعني مش هيقدر يرجع يبقى طبيعي تاني مش هيقدر يصلح نفسه يعني باختصار محتاج روك كده وبيقول لك ان القلم الوصف بتاعه ان هو لانجرينج كلمة لانجرينج دي كيوورد قلم لانجرينج يعني يقول لك قلم طاعن تلقى المريض يقول لك انا حسس ان القلم اللي بيجيلي زي الكهرباء كده او زي طعمة السكين حاجة كده زي حد بيضرب حد بسكين وSpontinuous يعني ممكن المريض يجي يقول لك دي برضو كيوورد يقول لك انا وانا اقعد كده ولا كلت ولا شريبت ولا اتكلمت وانا اقعد كده في حالي لحيتي السن سرخ عليه او لما يقولك العلمة دي ده يألم عصا او لما المريض يجي يقول لك انا اقعد كده ولا بيا ولا عليا ولا باكل ولا باشرب ولا بتكلم ولا بعمل احد السن سرخ عليه يبقى Spontinuous يبقى دي كده irreversible ولفرد بيد واخدوا بالكم يا جماعة من النقطة فيه عشان جابوها في السؤال والناس لغبطت فيها كتير مين الألم اللي بيتنقل؟ ألم irreversible ولا ألم irreversible؟ مين الألم اللي ممكن أحسه في مكان تاني؟ irreversible ولا irreversible؟ irreversible ليه؟ لأن لما يجي مريض يقولك الألم بيوجعني مع السكريات أو مع الحلويات أو مع البرودة يعني ألم irreversible هتلاقي يقولك في السن ده لكن لما يجي المريض يجي يقولك أنا معرفتي شنامي مبارح هتلاقي يقولك مش السن ده هتلاقي يقولك الجنب اليمين ده كله ما نيمنيش مبارح تب شاور لي فين الدرس اللي وجعك ولك ما عرفش أنا ولا عارف هو فوق ولا تحت ولا هو قد ممكن تلاقيه نشاور لك وراء عن دودانه وهو يكون الدرس اللي وجعه ناب مثلا الكنين اللي في الأمان لكن استحالة تلاقي reversible وتلاقيه بيقولك كده تلاقي يقولك ألم مع الأيس كريم قولك أهو السن هو اللي بيوجعني مع السكريات والحلويات هو السن ده هو السن ده لكن لما ييجي يقولك أنا جنب اليمين كله بيوجعني ولا عارف هو في الأمام ولا في الخلف فوق ولا تحت يمين ولا شبا لا يبقى ده كده reversible ليه؟ لأنه reversible الألم بيتني لأن الألم ساعتها بيتحمل على العصب نفسه والعصب زي ما احنا هنقول فيه زي الشبكة كده بتعرف تنقله وتاخد حسيس من بعض وتنقله حسيس من بعض يبقى كده التشخيص هنا على نفس الكلام اللي هو آيلو ده ده reversible ولا symptomatic irreversible ولا asymptomatic reversible symptomatic 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 يعني بأعراض هو جاي بيقول لي فعلا فيه ألم طعن فيه ألم نافس فيه ألم شدير يبقى ده كده symptomatic بأعراض طب هل ممكن العصب يكون irreversible ويكون معهوش ألم يكون asymptomatic يعني هو كاتب هنا في الاختيارات asymptomatic irreversible بالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبالبال ميت نيكروتك يعني ما بقاش فيه بلد تقطع عنه البلدسة بلد لكن التاني ده هو بيقولك هو لسه فيه دم لسه فيه بلباء لسه فيه التهاب في العصب لكن ما بيحسش ازاي بقى حالة مشهورة جدا بيجيبوها في الانتحان مساعات كده لما تيجوا تفتحوا كارث الطفل صغار لو فيكو حد في العيادات اكيد مليون في المئة بقى شارك الحالة دي بتلاقوا حتة لسه زي كرة كده طالعة من قلب السن بيسموها هل الطفل الصغار ده بيبقى جايلك من قلم اللي بيبقى لو فيكو حد اكيد حد شاف الحكاية دي حتة اللحم اللي بتطلع البولد هل الطفل ده بيشتكم الشاكوة دي بيبقى جايه من قلم لا لا خالص ما بيبقاش جايه من قلم هو بيبقى جاي لعيادة ليه يقولك لو سمحتها دكتور انا كون لما الاكل يغبط في حتة اللحم دي لانها بتكون دي يعني ايه محتقنة دم بشدة محتقنة فيها حتقل الدم جديد حتى يقولك مجرد بس ما الأكل يلمسها يقولك في نفور الدم بتحصل مجرد ما الأكل يلمسها يقولك في نفور الدم بيحصل فمعناها انه هو جاي لك العيادة مش جاي ببين مش جاي بقلم مش جاي بيشتكي من قلم ما هو جاي بقى بيشتكي من ايه او ايه اللي بيشتكي منه هو جاي اشتكي من البلد فمعناها انه هو بقى قاسم فدي الحالة الوحيدة اللي عندنا اللي بتكون فيها العصب لسه حي بس بدون ألم لسه حي وملتهب كمان بلبيتس يعني ملتهب والمفروض أي التهاب يعني مع ألم هو إنا إيه اللي بيحصل إن عشان الطفل بيبقى لسه صغير بيكون عنده البور أوف هيلينج عالية إن الجسم عايز يسيطر على الوضع لسه مش زي البناء أدم الكبير إن مناعته اتدمرت أو المناعة بتاعته ما بيتتش أولا فالجسم هو اللي حاول يسيطر على الوضع ويسيطر على البكتيريا اللي بتهجم فحاول يغلفها يحاول يسيطر على الموضوع فخلى العصب هو ملتهب زي ما هو لكن بدون ألم فيسموها Chronic Hyper Plastic Bulbitis أو Bulbobullib Chronic Hyper Plastic Bulbitis أو Bulbobullib دي الحالة الوحيدة للعصب ممكن يبقى ملتهب فيها لكن في نفس الوقت مش هيجي معاها ألم دي الحالة الوحيدة فقط أي التهاب في العصب يعني معناها ألم على طول هو أي التهاب في جسمنا عموما جزء من علاج الالتهاب إن الجسم بيدي تنبيه لنفسه إن بيبعث ألم بيبعث إشارات ألم عن طريق حاجات كده هنبقى ناخدها اللي هي البروستاجلندين حاجات كده بتفرز الجسم بيحس بيها زي منبهات عشان يبعث حاجة تصلح المكان اللي فيه المشكلة أو فيه الضرر أو فيه الخلل اللي حصل ده ده جزء من الميكانيزم بتاع الدفاع بتاع جسمنا لكن معنى إن هو يكون فيه التهاب وما يكونش فيه ألم هي الحالة دي واحدة فقط اللي هي الكورونيك هايبر بلاستيك بالبيتس أو البالبوبول عشان جات سؤال قبل كده في المتحاج جاء عليها سؤال قبل كده في المتحاج يبقى كده الحالات عندنا أو الحالات عندنا بتاع العصب يما يكون نورمل هيحس عادي طبيعي يما ريفيرسبول بيحس بس ألم شديد بيختفي بسرعة يما سيمتوماتيك وآسيمتوماتيك يما العصب مال عندي بقى حاجتين تانين ودول بيجوا عليهم في صور الإكس راي في حاجة اسمها بريفشيلي انشياتي دي بتيجي في صور الإكس راي كتير في حاجة اسمها بريفشيلي انشياتي وفي حاجة اسمها بريفشيلي تريتت الفرق ما بين دول وما بين دول لو أنا لقيت العصب متقفل بجاتة برشة يبقى ده أقول تم علاجه يعني بريفشيلي تريتت لو أنا لقيت جاتة برشة محطوطة يبقى ده كده تم العلاج بتاع طب انا ازلت ساعات فيه ناس كده بتروح عند دكتور الاستان مثلا يقولك ايه انا عملت جلسة حسيت النار تحت خلاص مش رايح له تاني انا خلاص انا العصب فتيجي تصور الاشعة تلاقي قطنة محطوطة والعصب متشاله ومفتوح لكن مفيش جاتة برشة طالما ملاقيتش جاتة برشة يبقى ده كده يتقال عليه انشياتي هو فتح العصب لكن مكملش العلاق لكن لقيت جاتة برشة يبقى خلاص اتم العلاق طب في حاجة تريكي شوية جابوها سؤال في امتحان زي الصورة دي دي تتحسب تريتد ولا انشياتي دي بقى البتك في ده اه اه هقولك دلوقتي حاجة زي كده تريتد اظن لا انشياتي دي رابط هل دي جاتة برشة؟ هل دي جاتة برشة اللي موجودة دي جاتة برشة؟ الايبكس مفتوحة في اوبن ايبكس فدي حاجة بيعملوها هنبقى انجلها قدام شوية او هنيجي عليها قدام شوية بتتسمى ايبكسيفكيشن اما امتي ايه اما كالسة ميدروكسايد ليه؟ عشان يحفزوا الجدر ان هو يقفل نفسه فدي كده معناها ان هو لسه موصلش المرحلة النهائية اللي هيحط فيها جاتة برشة يبقى تتحسب معايا ايه او حسبها معايا ايه؟ يبقى دي انشياتي هو بدأ لكن لسه ما نهاش بدأ المعالجة لكن لسه ما نهاش بدأ العلاج لكن لسه ما نهاش العلاج لسه ما عملش نهية العلاج فتتسمى ساعتها او نسميها ساعتها بريفشيلي انشياتي تتسمى ساعتها او يتقال عليها ساعتها او نسميها ساعتها او يتقال عليها ساعتها يتتسمى بريفشيلي انشياتي او يتقال عليها بريفشيلي انشياتي بدأ العلاج او عمل بداية العلاج لكن لسه ما خلص او لسه ما تمش لها بيجوا كتير جداً السورتندونف اللي مدحنوا وبتكراره كتير جداً البرفشيلي انشياتيدي والبرفشيلي طيب هننزل بقى تحر احنا عندنا دايماً البكتيريا دايماً بكتيريا عندها نهم وشارة هي دخلت مثلاً في سيمبل كيرز مش هتسكت هتنزل تدمر العصب دمرت العصب مش هتسكت مش هتوقف عند كده هتنزل بقى تخرب المنطقة اللي حوالين السن من بره اللي هي منطقة ايه؟ البريابيكل والبريدونتا اللي هي منطقة ايه؟ البريابيكل والبريدونتا فكده بقى التشخيص اللي خارج العصب عندي برضو بيتقسم الاربع حاجات ايه الاربع حاجات اللي هيتقسمونه؟ زي ما قسمنا جوه اربع حاجات هنقسم بره اربع حاجات لو قالك السن ده في انتفاخ في ورم وفي صديد والسنة مؤلمة مع الضرب عليها يبقى ده خراج من فترة قريبة ده خراج حاد ده خراج من فترة قريبة ده خراج حاد اللي هو بتسمى ايه؟ الأكيوت بريابيكل أبسيس اللي هو بتسمى ايه؟ او بتقال عليه ايه؟ أكيوت بريابيكل أبسيس ده بالخراج الحاد ده الجسم مش هيقدر يستحمله فترة طويلة افرض المريض ما رحش الدكتور أسنان الخراج الحاد ده بيعمل ايه في نفسه؟ بيقوم مطلع كده زي النفرة عشان يحاول يبخ الصديد فيتحول بعد فترة من الخراج الحاد طالما طلع النفرة اللي بتبخ الصديد تيجي المريض يقولك ايه؟ تلاقيه بيقولك مصطلح كده بالظبط يقولك ايه عن زي النفرة كل شوية تجمع وتبخ تجمع وتبخ تجمع وتبخ بيتحول ساعتها من ايه؟ من حاد الى مزمن تحول من أكيوت بريابيكل أبسيس الى كورونيك بريابيكل أبسيس الى كورونيك بريابيكل أبسيس تب لو ما لقيتش بقى ولا النفرة دي اللي هي علامة الكورونيك بريابيكل أبسيس ولا البص والسويلينج اللي هي علامة الأكيوت أبسيس لكن في نفس الوقت بضرب على السن فيه قلم يبقى كده ايه المشكلة ايه؟ ايه المشكلة اللي موجودة؟ يبقى المشكلة في الأربطة اللي حوالين السن اللي تقلم كاسعيتها مين؟ اللي تقلم الأربطة اللي حوالين السن الأربطة اللي حوالي السن اللي هي مين؟ اللي هي البردونتاليجن قريد عنده بريدونتايس يبقى تاني التشخيص بره السن أربع حاجات قالك فيه انتفاخ وورم وقلم مع الضربة على السن يبقى ده كده أكيوت بريابيكل أبس قالك الصديد حاول يبخ نفسه عن طريق الساينستراك وما بقاش فيه ألم على السن قبلها كده كرونيك برنيئبك الألم قال لك والله السن مؤلمة ما تضرب عليها لكن ولا فيه علامة الأكيوت اللي هو ال resistance والبصر والصديد ولا فيه علامة الكرونيك اللي هو этим يبقى مين كده اللي بيتقلم بالقلم يبقى الاربطة اللي جايب Elsa يبقى ديج gema ساعتها عنده بريدونتايتس أو عنده التهاب في الاربطة اللي حوالي السن اللي هي بريدونتايتس أو فيه بريدونتايتس مهمة جدا 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 هو هيجيب لك بقى السؤال في الامتحان ازاي هيجيب لك يجمع لك ما بين الشبقين دول ازاي هيقول لك السن كذا كذا حطيت عليه حت التلج لقيت السن رد فعله كذا وضربت على السن لقيت السن رد فعله كذا فيقول لك ده بقى والله هو أكيوت أبسس مع بلبايتس ولا كرونيك أبسس ومع إيريفيرسبول ولا كذا ولا كذا نفس السكوات افهموا الجزئيتين دول دول بالظبط فيهم عشرين تلاتين اربعين سؤال الحتة دي التشخيص ده مع التشخيص ده عشرين تلاتين اربعين سؤال وهي على نفس الخطوات اللي احنا قلناها او نفس التفريقة اللي احنا قلناها داخل العصب هتجيبه بالحار والبارد او بالكهرباء زي ما احنا هنشوف قدام خارج العصب بتجيبه بي البركاشن اللي هو الترقع السن واللي سويلينج والسينسترات داخل وخارج عصب وما خارج العصب او ما خارج السن مهمة جدا 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 عشرين بقى تلاتين اربعين سؤال في الجزئية دي او في الحكاية دي طيب الدكتور بيسأل ممكن تكون عنده اسمتوماتيك بريدونتايتس اه امتى بقى اسمتوماتيك بريدونتايتس حلو جدا السؤال ده امتى زي ما احنا قلنا كده ما كان في اسمتوماتيك بلبايتس اللي احنا قلنا عليها البلبوبولب او اللي هي الكورونيك فيبر بلاستيك بلبايتس انت يكون الاربطة التهبت لكن بدون الام اسمتوماتيك الاقي على الاشعة العصب او اللي سبيس الفراغ بتاع البريدونتا متوسع اللي هي بيسموها اللامناديورة او اللي سبيس الفراغ اللي سود اللي قبل اللامناديورة اللي سبيس بتاع اللي سبيس بتاع البريدونتا ليجمت الاقي متوسع لكن في نفس الوقت مضرب على السن ما فيش قلم خواس جدا دكتور السؤال ده الاقي البريدونتا ليجمت توسعت لكن بضرب على السن مفيش فيها قلم أو مش موجود فيها قلم فتتسمى ساعتها Asymptomatic Periodontitis أو يتقال عليها Asymptomatic Periodontitis يعني مثلا هنا مثلا لقيت فيه توسع في الأربطة أو فيه توسع في الأربطة شوية لكن باقي أضرب على السن مفيش قلم أو مش موجود فيه ألم أو مش باقي ألم فدي ساعتها تتسمى Asymptomatic Periodontitis أو نسميها آه فيه خلل في الأربطة فيه خلل في الأشعة بتاعة الأربطة لكن في نفس الوقت مفيش ألم في الضرب على السن أو مضرب على السن مفيش فيها ألم أو مفيش فيها ألم أو مش موجود فيها فساعتها تتسمى Asymptomatic Amical Periodontitis أو نسميها Asymptomatic Amical Periodontitis طيب فهنا جايب لك السؤال بيقول لك Which is following inflammatory reaction يعني مين من الانفلميشن ده Caracterized Boy سريع Rapid Spontaneous مفاجئ Tender Nislet Toes بضرب على السن فيه ألم وفيه بص فيه صديد متكون وفيه سويلنج يبقى دي نفس العلامات اللي احنا قلناها بتاعت ايه أو تقلت بتاعت ايه يقلب على السن مع التفاق الصديد نفس العلامة اللي احنا قلناها بتاعت ايه أو تقلت العلامة دي بتاعت ايه Symptomatic Symptomatic ايه Acute Amical absence Amical absence احنا قلنا الصديد المحبوز وخدوا بالكوا جماعة برضو خلوها قاعدة كده معاكم واحنا ماشيين في ايه حاجة ايه كلمة يقولك معها Acute يعني معها حط كده وصفات وانت مغمط اي Acute معناه سريع مؤلم قوي جدا خلناها قاعدة كده معاك اي حاجة Acute يعني معناها من فترة قريبة او سريعة قوية جدا مؤلمة جدا ايه كلمة Chronic العكس يعني في اي حاجة عموما في الجسم عموما كلمة Acute هي تقضت ده تحتيها وانت مغمط Acute يعني سريع مؤلم قوي جدا Chronic بطيء غير مؤلم مش قوي جدا ومفوش قلم شديد او مش موجود فيه قلم شديد اي حاجة كده تبقى كده اي حاجة Acute تبقى كده واي حاجة Chronic تبقى طب هنا بقى في حاجة زيادة بيجيبوها برضو بيحبوا يجيبوها في صور الاشيعة كتير اسمها Condensing Ocides نقولنا دايما البكتيريا عندها نهم وشرى ان هي ما بتسبرش ما بتسكوتش هي عملت دلوقتي تساوس Simple Carys مش هتسكت هتنزل Deep Carys عملت Deep Carys مش هتسكت هتحاول تعمل تخش على العصب وتعمل Bulbitis عملت Bulbitis وموطة العصب مش تسكت هتحاول تخرج برا في جزء البر ايه حالات بتحصل لما يكون الأطفال لسه صغيرين وعندهم Power of Healing زي اللي احنا قلناها بتاعة البلبيتس والبكتيريا عايزة تحاول تنزل من Deep Carys وتخرج برا العصب لكن منعت الجسم كانت أقوى منها فبتحاول تعمل تكسيف في العضم بتكس في العضم عشان تمنع عبور البكتيريا لخارج الجدر او برا الجدر فيسموها ايه تكسيف للعضم يبقى تتسمى ايه تكسيف يعني Condensing وعضم يعني Osteam يبقى هتتسمى ساعتها ايه تكسيف للعضم Condensing Osteitis دي بتحصل ليه او ايه السبب دي بتحصل كرد فعلي للجسم ان هو عايز يمنع ان البكتيريا تخرج وتطلع برا الجدر عشان ما تدمرش المنطقة اكيدناها وسيلة دفاعية من الجسم ان هو يحمي المنطقة بتاعت البريابيكان والبريدونتال من الضمار اللي ممكن تعمله البكتيريا بس دي لازم شرط اساسي يتلاقي في السن حشوة كبيرة قوي يتلاقي تسوز كبير قوي يكون مكان هتقدر تنفذ منه البكتيريا الى العصب او هتقدر تخرج منه البكتيريا الى العصب او هتقدر تطلع منه البكتيريا الى خارج العصب وبرا العصب وبتيجي في صور الـ X-ray كتير وبتتكرر في صور الاشعة كتير طب هنا بيقول لك what's the following are related to vital tools يعني بيقول لك كل حاجات اللي لها كتب هلك دي او كل حاجات اللي لها الهلك دي دي بتيجي مع vital tools بتيجي مع اسنان حية ما عدا حاجات تانية مش بتيجي فخلينا نشوفهم حاجة حاجة ونشوف بتيجي مع حي ولا غير حي الابكالسكار بيجي مع vital ولا non vital الابكالسكار بيجي مع vital ولا non vital هيا يا جماعة بيجي مع vital ولا non vital الاسكار دي اللي هي النتبق او العلامة معنى نتبق او علامة ده معنى النس وخدوا بالكو يا جماعة اي كلمة ابكال تشوفوها وانتو مغمضين اي حاجة ابكال معناها ان العصب مات خلوا قاعدة نتبق معنا يعني ابكال اي كلمة موجودة لان عمري ما البكتيريا هتقدر توصل في منطقة البريابيكال الا لما لازم تكون عملائته في العصب الاول او qué لازم تكون عم LETEY في العصب الاول لازم تكون موطة العصب الأول لازم العصب يكون مات لازم العصب يكون تحلل لأن لو العصب ما ماتش أو ما تحللش البكتيريا مش تقدر تخرج برة أصلا مش تقدر تطلع برة مش تعرف تخرج برة فأي كلمة تلاقوا فيها كلمة إبيكال وإنت مغمّك كده عصب مية أي كلمة إبيكال وإنت مغمّك كده عصب مية يعني خليها حاجة كده اللي هو مفيش فيها جدال مفيش فيها نقاش هو حاجة وصلت للإبيكال أو وصلت لبرة الجدر لازم العصب يكون عشان كده لما يجي لك سؤال في المتحان أوعى تفطار إجابة من التشخيص اللي احنا خدناه يقول لك مثلا أكيتي بري إبيكال أبسيس وز ريفيرسبول بالبيت أوعى ليه لأن العصب عمره ما هيعمل خراج تحت السن كده والعصب لسه حايزة ما هو استحالة 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 أو يقول لك مثلا تلاقي إجابة مكتوب مثلا ريفيرسبول بالبيتز وز كورونيك إبيكال أبسيس استحالة الأكيوت إبيكال أبسيس وكورونيك إبيكال أبسيس ما يجيش إلا مع يعني كروتك بالب يا إما سنك أمعمل لها حشب عصاب وفليارد حصل لها فليار زي ما هنيجي نشوف قدامها أو حصل لها فشحة لكن عصب لسه حاي استحالة استحالة عصب يكون لسه حاي والبكتيريا تقدر تخترقه لغاية ما توصلت تحته تعمل بقى الخراج تعمل الصديد تعمل الأبسيس تعمل الكلام ده فأي كلمة فيها إبيكال أو موجود فيها إبيكال إبيكال بقى أبسيس إبيكال سيست أكيوت إير بري إبيكال كورونيك بري إبيكال طالما لقيت كلمة إبيكال أو بري إبيكال خلاص وانت مغمق كده ده عصب ميت من غير ما تفكر حتى ده عصب ميت عصب تحل البكتيريا مش هتاخد تقدر تاخد الفرصة تختارق كل المسافة دي وتسيب العصب حيث هو مش هيسمح لها ولو سمح لها يعني معناها هو ميت يعني هي البكتيريا مش تقدر تاخد الفرصة إن هي تنزل لغاية تحل لو سمح لها إن هي تنزل لغاية تحل معناها إن هي موتته خلاص قطعت عنه البلوكسر لاي وموتته عشان تقدر تنزل تشوف اللي بعد كده أو تشوف المرحلة اللي بعد كده فكده الإبيكال سيست معناها أو المعنى بتاعها أو الحاجة اللي هتجي معنا هي تجي معاه نون فيتال معناها إن هو يسيب زي أنت كده لما يجي لك ندبة في أديك تجرح كده في أديك وتسيب لك ندبة اللي سكار دي اللي هي بيقوله عليها الندبة أو العلامة معناها إن أنت جالك التهاب لدرجة إن هو ساب تحت الإبيكس ندبة أو علامة ده معناها إن هو كان التهاب بشع يعني كان العصب ده اتدمر لدرجة إن هو اتآكل العظم اللي تحت الجدر فبن ندبة أو بن علامة ده معنا إن كان التهاب في منتهى البشعة التهاب عنيد جدا قوي جدا مدمر جدا شريد جدا لازم العصب يكون ماد أو العصب يكون اتحلل أو العصب يبقى اتحلل طب السيبن تومة هي فيتال ولا نام فيتال فيتال طالما ما جبت سيرت البكتيريا ده سرطان في العظم ماليش علاقة خالص بالبكتيريا ماليش أي علاقة إن أنا بكتيريا دخلت وعدت ووصلت وعملت ماليش أي علاقة ده عبارة عن سرطان أو تجمع أو سرطان موجود تحت جدر ماليش أي علاقة خالص إن في بكتيريا هي اللي قدت للتضخم ده أو قدت للكتلة البيضة اللي موجودة تحت الجدر دي أو عملت تحت الجدر دي فدي كده تبقى جاية واخدوا بالكم يا جماعة من الحاجات البيضاء اللي بتيجي احنا كده اخدنا كوندنسنج اوصلايتس وده دلوقتي السمنتومة وهناكد حاجة كمان قدام شوى عشان بيحبوا يفرقوا في الامتحان قوي ما بين حاجات اللي بتيجي بيضاء وطاحت الجدرى بيحبوا جدا النقطة دي طيب التروماتيك بونت سيست ده ترومة حصلت للعظم مش للسن للعظم ده سن فيتل ولا انا مفاق؟ للعظم مش للسن مائضة برضو العظم هو اللي تضرب انا مال ومال البكتيريا، ما جبت سنة البكتيريا ولا بكتيريا تجاوزت الصن ولا بكتيريا عادت الصن ولا بكتيريا entrevرقت الصن ولا بكتيريا دمرت العصب عشان توصلت تحت الصن 視 لم أجبت سنة البكتيريا لخلط بيتقال عليه ويبقى كده او ده كده تسمى سعيتها او ده يتقال عليه سعيتها مع فيتا ده بقى لي واحد شبيه بيه جدا بيجي زيه بالظبط هو الأول ده اللي بيميزه السيست ده اللي بيميزه عشان دي حاجة مهمة في البسولوجي زي ما قلت لكم كده هنفضل نضيف حاجات في البسولوجي ده اللي بيميزه حاجة كده عبدت لأسناد لا الاسكالوب دو بوردر يعني اسكالوب دو بوردر لو بصته على الحواف كده هتلاقيوا الحواف بتاعته لكنها عاملة زي الإباب كده شبه الإباب أو عاملة زي الإباب بيقولوا عليها اسكالوب دو بوردر أو بيسموها اسكالوب دورد يعني احنا مفروض عندنا في الطبيعي كلمة سيست يعني كيس المعنى بتاع كيس يعني ايه أو ايه المقصود بتاع كيس يعني حاجة زي الكورة أو حاجة شبه الكورة لكن هنا ده عمل ازاي أو السيست ده عمل ازاي أو شبيه ازاي ده بيكون حوافه أكنها طلعة ونزلة أكنها مرسومة أكن في حد رسمها فبيسموها اسكالوب دورد في واحد بقى توقم زيه بالصف عشان بيجيبوا الفئرنتجال دياجنوز ما بينهم كتير ايه هو التوقم بتاعه زيه بالظبط شبه بالظبط عشان بيجيبوهم في البسولوج 30 اسمه الانيرازما البونسست شبه بالظبط أو شبيه ليه بالظبط أو عمز زيه بالظبط الله انا بقى أمائز ما بينهم ازاي عشان بيجيبه الفئرنتجال دياجنوز طب ازاي ده برضو هستهلوب وبيجي تحت المولر وبيكون فائتل توس يعني تقريبا مية في المية هو همية في المية ازاي بسحبة السرنجة العشان بيجي السؤال ده في اللي متحق بطير جدا بسحبة الدم التروماتيك بونسست ده لانه ترومة فهو مليان هوى اجه اسحب منه يطلع لي اير يطلع لي هوى لكن كلمة انيرزمل معناها حاجة ليه علاقة بالبلاد سابلاي معناها ليها علاقة بالدم معناها ليها علاقة بالبلاد يبقى حاجة اسحب منها ساحبة سرنجة او اسب проект يعني زي ما بيقولوا هتطلع بلاد عشان بيجي السؤال ده كده كتير جدا 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 وبتكرر كتير اعمل مبين ده و ده ازاي او نقدر نميز مبين ده و ده ازاي ده بنفرق مبين و مبين ده و ده ازاي هتطلع هوى لانه تروماتيك عبارة عن كيس متعبي هواء. وده أنيرزما يعني حاجة ليه علاقة بالبلاد فيزن. يبقى كيس متعبي دم أو كيس موجود في دم. فالفرق ما بينهم الأصبيرات. عشان جيد السؤال ده برده قبل كده انتهى. طيب الرديكلار سيست. احنا اتفقنا كلمة رديكلار يعني بريئي بكل. أي حاجة كلمة بريئي بكل. يعني معناها السن إيه أو السن ده هيكون إيه؟ أي كلمة أو أي حاجة بريئي بكل. نم. يبقى نم فيتل. يبقى كده عندي اتنين فيتل واتنين نم فيتل. طيب اللاترال بريئي بكل. احنا قلنا أي كلمة بريئي بكل هي نم فيتل. طيب كلمة بريدونتل لما يجي كيس بريدونتل جانبيا السن فيتل ولا نم فيتل؟ فيتل. فيتل. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه كيس اللي تحت الجدر؟ لازم السن يكون مات ولكن لجنب السن ممكن السن ما يكونش مادل. عشان نقطة مميزة هتفرق هتفرق معانا كتير جدا. مميزة هتفرق من الزرق من الجنب مميزة هتفرق ما فيش بلد سابلوي اللي انت بتقوليه ده قريبة جدا من الكلام. ما فيش بلد سابلوي لأنه يا دكتور يكون قريب من البريدونتل كلها بلد فازل هتفرق هتفرق ما بين فيتل وفايتل ونان فيتل وجود البكتيريا او البكتيريا جات من ايه؟ انا عندي البكتيريا في البريدونتل ممكن تخش من البوكت تخش من هنا ما دخلتش من العصر مليش دعو بالعصر فطالما طلعت بريدونتل هنا ممكن عادي سيب العصر بحي زي. ليه؟ عشان دي نقطة مهمة جدا هنبقى نعمل لها دفرينشال دياجنوزك كده حاجة اسمها الاندو بريو ليجن بتيجي كتير جدا في الامتحان فلازم تفهموا فكرتها جات منين؟ يعني ايه مشكلة اندو يعني ايه مشكلة بريو انا عندي البكتيريا تقدر تخش من قلب البوكت من قلب مش بيجي ساعات مريض يجيلك في العيادة يقولك الاكل بتحشر هنا كده في الحتة دي والحتة دي ورمت يجيب بص على السن عادي ممكن يكون السن فيتل زي ما هو عادي لكن عشان يعمل كيس هنا او مشكلة هنا تحت السن ملوش الا طريق واحد ان هو يدمر العصر اخر عشان المقتاد يهمه ه govern عشان البكتيريا او البكتيريا توصل هنا كده تحت الجد يوم لهش الا طريق واحد لكن عشان البكتيريا توصل هنا ليه طريقين ممكن عادي تخرج من قناة الجانبية هنا وممكن عادي تخش له من قلب البوكت تعادي ممكن تيجي مع vampires لكن عشان تكون موجودة ابايكا ما ينفعش تكون الاящ zwischen dans force قدوا بالكم عشان النقطة دي مهمة حاجة هنقولها قدام عشان البكتيريا توصل تحت الجدر ما ينفعش توصل إلا لما تموت العصب لكن عشان توصل من هنا كده في قلب البريدونت أو في قلب الجيوب أو في قلب الجيوب هنا عادي ممكن من غير ما تموت العصب تخش من هنا زي مثلا مريض انت عملت له مثلا يعني تركيبة وحشة مثلا بتجمع أكل فبيتجمع جير فبكتيريا بتقعد على الجير فبكتيريا بتنزل تختارك للأسفل فبكتيريا تخش في قلب البوكت فتعمل بريدونت وعادي كل السن ده العصب بتاعه سليم زي ما هو العصب بتاعه ما جرلهش أي مشكلة العصب بتاعه لسه حي زي ما هو لكن عشان أقولك بقى البكتيريا وصلتلك تحت في الجدر لا خلاص لازم تموت العصب لازم تكون موتة العصب فده الفرق ما بين الحاجة البريدونتل والحاجة البريدونتل وليه شكل برضه مميز في الأشعة عشان بيجيبوه كتير وبيتكراروه كتير بيبقى شكله ليه حاجة مميزة بيقولوا عليه إيه اللاتر البريدونتل acceptable بيسموه إيه تيردروب يعني إيه تيردروب أو إيه المصول يعني يقولك أكنه شبه الدمعة كده أو عميز زي قطرة الدمعة بتاعت العين بيجي الشكل كده بالزبط يقولك الشكل بتاعه أو البريدونتل سيسته بيكون عامل زي嗎 لو جب بسط عليه كده أكنه عميز زي الدمعة أو شبه الدمعة أو عامل زي قطرة الدمعة بتاع تلاين بيسموها تير دروب عشان بيجي السؤال ده كتير وبتكرر طيب في حاجة تانية هنا موجودة عندنا اللي هي الأميلو بلاستوما ودي برضو من الحاجات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحان الأميلو بلاستوما دي عندنا بيجي شكلها زي على الأشعة عشان دي حاجة حبيباتهم جدا في الامتحان لازم كل امتحان يجيب لك حاجة 2-3-4 على الأميلو بلاستوما دي بتيجي شكلها عامل ازاي أو لها شكل كده مميز بيبقى شكل بتاع عامل ازاي يا إما يقول لك خلية النحل يا إما يقول لك فقعات الصابون يعني ايه؟ يعني تلاقي كيس كبير وجواه أكياس صغيرة بيسموه مالتي لوكلر مالتي لوكلر يعني ايه؟ يعني عبارة ليجي وجواه أكياس صغيرة يعني عبارة عن كيس كبير وجواه أكياس صغيرة فيسموه مالتي لوكلر وهم عندي في الأسنان بالمناسبة حاجتين فقط هم اللي كده الأميلو بلاستوما وحد تاني هم اللي بيجوا كيس كبير وجواء كبيرة مين هو او ايه هو التاني برضو حاببهم جداً في الامتحان بيحبوه كتير جدا في الامتحان الاكسي أو الاودونتوجين الكيراتوسافر دول حاجتين فقط اللي عندنا اللي بيجوا كيس كبير وجواء كبيرة يسموه مالتي لوك عشان كده لما يجي ياوليك في المتحان التريومنت بتاع الحاجات دي ازاي اللي هي كيس كبير وجواء كيس صغيرة وقل لك التريتمنت بتاعها ازاي او نعمل لها علاج ازاي لازم نشيلها بصورة عنيفة تموها كسر عنيف او ازال عنيفة ليه لان هي كيس كبير وجواء كيس صغيرة لو انت حاولت تشيلها على اجزاء ممكن يتبقى كيس واحد بس منهم يرجع يعمل حاجة اسمها ريكرانز يرجع يكرر نفسه تاني او يعيد نفسه تاني فعشان يخلصهم المعضلة دي بيعملوا ايه يقولك يا اما تشيلها بحاجة اسمها الحدود الامنة يعني ايه الحدود الامنة تلاقي الدكتور بتاع السيرجري قالك والله انا اكتشفت ان السست مثلا 10 سنطر تلاقي الدكتور بتاع الاورام ساعتا يقوله ايه شيل 15 او شيل على 20 يعني ايه شيل على 15 او شيل على 20 يعني انت اكتشفت بالاشعة ان الحجم هو المربع ده يقولك لما انت تيجي تشيل اطلع من قبليه 3 او 4 واتلع من بعديه 3 او 4 فتشيلوا ايه يا إما يقول لك تعامل عنيف ريسكشن يعني تجعل فك كده تقوم قسمه اثنين وتقول خلاص الجزء ده كله هشيل ليه؟ عشان ما يرجع ليش تاني أو تشيل بحدود آمنة أو تشيل بحدود عنيفة أو حدود قوية هم هكتب فقط عندنا اللي في المنهج اللي بيتشاله بالطريقة دي الاوكيسي والأميلو بلاستومة ليه؟ عشان كيس كبير وجواء كياس صغيرة ومهمة جدا النقطة دي في البسولوجي وليها اسئلة كتير وبيجي فيها هنا طيب هنا بيقول لك الـ Retro Filling Material الـ Retro Filling Material يعني ايه؟ احنا مفروض لو في مشكلة كده معينة في حشو العصب هنبقى نجيلها قدام بيضطروا ان هم يقطعوا الزروة بعملة يسميها إبسيكتومي بعد ما نقطع الزروة المفروض ان الفتحة بتاعت الإيبكس باقي كبيرة قوي فهمش هقدر حط جاتة برشة من فوق فبيعملوا ساعتها ايه؟ بيقوموا حشين من تحت لفوق فبدل ما يسموه حشو أورثو جريد يعني بالطبيعي من فوق لتحت احنا هنحش بصورة عكسية من تحت الفوق فيتسمى ساعتها ايه؟ او يتقال عليها ايه؟ او يتسمى ايه؟ حشو بصورة عكسية Retro Grade Filling مين اشهر مادة بقى بيعملوا بيها القصة دي او بيعملوا بيها الحكاية دي؟ الـ MTA واخدوا بالكوا يا جماعة من اختصارات المواد عشان جات سؤالة قبل كده في امتحان ممكن يجي يقولك الـ MTA دي اختصار لكلمة ايه؟ فالـ MTA هي اختصار لكلمة ايه؟ او بتختصر كلمة ايه؟ Mineral Trioxide Aggregate Mineral Trioxide Aggregate او بيقولوا عليها Mineral Trioxide Aggregate او بيسموها Mineral Trioxide Aggregate اللي هي الـ MTA ايه؟ طيب هنا بيقولك كل الحاجات دي تعتبر صفات في الـ MTA Accept فخلينا نشوف بقى ايه الاكسبشن او الاكسبشن خلينا نشوفهم حاجة حاجة ونشوف صح والغلط الـ MTA بيكون لونها ابيض ريديو ابيك ابيض صح والغلط صح؟ صح؟ صح لو هي سود هشوفها ازاي؟ يعني انا بقفل بالـ MTA Perfuration مسلا هعرف انا قفلت الـ Perfuration ازاي لو هي هي لونها مش هعرف اصلا ازاي كنت قفلت الـ Perfuration ولا فلازم يكون لونها ابيض او لازم يكون لونها ابيض لان لو هي مش ابيض ريديولوسة مش هعرف ازاي كنت قفلت اكتوريشة ولا او قفلت الـ Perfuration ولا طيب هي سهلة الاستخدام؟ لا سهلة هتلاقي اصلا فيه فيه دكتور جي بي شوفته بيشتغل بـ MTA لا دائما الاخصائيين الاستشاريين الاخصائيين ايه؟ لان كل شغلها غابي اصلا الـ MTA دي كلها يقولك هتقفل Perfuration هتعمل ابيكسوجينيس ازاي ما هنشوف هتعمل ابيكسيفيكيشن حاجات كلها متقدمة او حاجات كلها تعتبر اطفال يعني حاجة عايزة عايزة لوب عايزة فحاجة مش سهلة حاجة صعبة او فيها صعوب فهي مش سهلة الاستخدام هي صعبة طيب هي هيدروفليك بتحب الماء طبعا اه ايه لو هي ما بتحبش الماء هنحطها في بلد ازاي هي مفروض هتعمل contact مع بلد لو هي بتخفل الماء او زي ما بيقولوا كده هيدروفوبيك كارهة للماء او بتكره الماء هقدر احطها في contact مع بلد ازاي مش انا وانا بقفل Perfuration اكيد مليون في الماء هتكون فيها بلد لو هي حاجة زي Composite مثلا هيدروفوبيك بتكره الماء بتخفل الماء هتقعد مع contact مع البلد ازاي هتصلها فيلير على طول او هتصلها فش لكن هي محبة للماء بتحب الماء ما بتخافش من الماء فبتكون هيدروفوبيك فبايكم باتبولي يعني ملأمة للجسم يعني او بتلاقي من الجسم طبعا اه انا مضاعم نوكسك بتاعت السمم ونوكسك ما بتسممش طيب بتنشف بسرعة short sitting time تاخد وقت لا ده من اشهر عيوب الMTA ان بتعود وقت طويل عبلا ما بتنشف عشان دي ساعات بيجي سؤال بالعاق يقول لك ايه المين disadvantage بتاعت الMTA او ايه هو اشهر عيب يعني ساعات السؤال بيجي بالعاق يقول لك ايه هو اشهر عيب في الMTA او هي هي اشهر حاجة وحشة في الMTA انها بتاخد وقت طويل جدا عبلا ما بتنشف ممكن تعضلها تقريبا ممكن تعضلها 6-8 ساعات عبلا ما تنشف فوقت طويل جدا لو انت مش عامل control كويس ومش عامل مش زابط الدنيا كويس ممكن اصلا ممكن تطع من مكان ممكن تخرج من مكانها ممكن تطير من مكانها فدي من اشهر ايه فبتعمل induction للhard tissue formation يعني بتستحس الجسم لانتاج اجزاء صلبة ايه اه بل هتقفل الperfuration ازاي يعني هتعمل قفل الperfuration ازاي منع الperfuration ده بتفتكر فكرة غلق الperfuration ده هي مش الMTA اللي بتقفله عشان بس ايه في ناس عندها تصور خاطئ كده انها لو انا عندي مثلا مثلا يعني مثلا عندي perfuration في السن مثلا في perfuration هنا في السن كده وانا حطيت الMTA هي الMTA دي وظيفتها بس ان هي توفر للجسم البيئة المناسبة ان هو يبتدي يحط يا اما سمنتم يا اما بون يا اما حط اي حاجة عشان يقفل المكان ده فالMTA بكل فترة محدودة عبلا ما توفر او تستحس الخلاة بتاعت الجسم ان هي لكن بعد كده زي انت كده لما عظمك بيتكسر بتيجي بتقوم مثبته او عمله تثبيت او جبيرة عشان تدينه فرصة ان هو يرجع هي برضو نفس الفكرة الMTA بتدي الفرصة للجسم ان هو يرصب او يعمل ترصيب للاجزاء الصلبة وخليها قعدة كده معنا يا جماعة احنا الMTA ايه الاول الوصب بتاعها قلوي ولا حمضي عشان ده برضو سؤال بيجي كتير الوصب بتاعها اعتبر قلوي ولا حمضي الMTA ايه حمضي لا مرتفعة ده مرتفعة وبيجي الرقم بالزبط الرقم بتاعها كان 12.5 الرقم بتاعها كان 12.5 الMTA شديدة القلوية مرتفعة القلوية البكتيريا لما بتحب تعيش بتحب تعيش في وسط ايه البكتيريا حمضي حمضي يبقى انا لما حطت لها حاجة قلوية انا كده عملت ايه البكتيريا موتها او طبع بتقلل يبقى اي حاجة automatic automatic كده اي حاجة وسط قلوي يبقى وانا مغمق كده اول صفة فيها هي ايه automatic اتماوت البكتيريا اتماوت البكتيريا اتماوت البكتيريا على طول ايه عندنا يقولك color ليه color بيه البكتيريا يعني ليه color احنا بنقول احسن حاجة عندنا نغسل بها السن تروج قلوي يبقى البكتيريا موتها وسمها انت تحط لها حاجة قلوي البكتيريا تحط لها حاجة قلوية هي تتكيف تبقى تمام تبقى كده الدنيا معاها مظبوطة والدنيا تمام وتنمو وتطرارة فتطلع بقى حاجة قلوية انت كده ازيتها في حياتها مش تعرف تكمت فعندنا اي حاجة قلوية automatic هتقتل البكتيريا لما احنا قتلنا البكتيريا احنا كده وفرنا للجسم البيئة المناسبة ان هو يبتدي بقى يصلح يبقى احنا كده عملنا ايه عملنا induction للhard tissue formation عشان كده اي حاجة يقولك مرتفعة القلوية وانت مغمت صفاتيات موتنا البكتيريا ووفرنا بيئة مناسبة للجسم ان هو يحط الاجزاء الصلبة او يرصب الانسجة الدكش للhard tissue formation وهم مفيش غير حاجتين عندنا اللي بنفس الدرجة 12.5 مين هم كالسام هيدروكسايد والمتي هم حاجتين فقط اللي في طب الاسنان اللي 12.5 القلوية بتاعتهم المتي والكالسام هيدروكسايد هم اللي 12.5 عشان كده اي حاجة انا عايز فيها ريبير في السن عايز اعمل اميكسوجينيسيز عايز اعمل ديركتبال بكابنج عايز اعمل اميكسيبكيشن عايز اعمل بيرفوريشا عايز اعمل اي حاجة اصلح بها السن هتلاقي يقولك ما عندكش غرحلة من الاتنين يام ما كسم هيدروكسايد يام ما كسم هيدروكسايد يام ما ام ليه عشان نقطتين دول بكتيريا ووفرت بيئة مناسبة للجسم ان هو يصلح الخلل اللي كان موجود موت بكتيريا ووفرت بيئة مناسبة للجسم ان هو يصلح الخلل اللي موجود او يصلح المشكلة اللي موجود او يعمل يستحس يعمل استحساس او يستحس هم الاتنين دول طيب هنا بيقولك يعني اول شكوى هيجي لك المريض بها العيال المريض لما هيجي عندها العيادة اول شكوى هيشتكاها ايه هل الم مع المضغ ولا مع الحرو البارد ولا ان هو حسن مش مرتاح ولا النزيف بتاع السن ولا الم مع الطرق ع السن ايه اول حاجة هتخلي المريض يجي للعيادة الحرو البارد طب مين الاول بقى عشان هقولك هنا ترك حلوة جدا مين الاول اللي البارد البارد ليه بقى ليه بقى شمعنا لان احنا في الريفيرسبول بلبيتس بيكون في فازو كونستريكشن فلما انت تشرب بارد يحصل فازو كونستريكشن اكتر فيتقلم السن لكن لو شربت حار يحصل فازو ده اللي تج فيرتاح العصر فتلاقي المريض يقولك في حالات الريفيرسبول بلبيتس يقولك انا اتقلم البارد لكن ارتاح مع الحار عكس بقى مريض اللي تستيش بتاع الريفيرسبول بلبيتس عشان جيس السؤال ده قبل كده في امتحان قالك مين المريض اللي بيبقى يقعد عندك في الريسبشن برا مسك ازازة مية بردة وكل شوية يشرب منه يقولك لو انا ما عملتش كده كل خمس دقايق السنة هيموتني همسك راسي اقبطها في الحين السنة هيموتني من القلب يقولك مين المريض ده او مين المريض اللي بيعمل الحركة دي معا كوباية مية بردة كده وكل شوية يشرب منها بوق مين المريض ده لاتستيش اف الريفيرسبول بلبيتس طب ليه بقى هو بيعمل الحركة دي لان في الريفيرسبول بلبيتس العصب احتقن اتمال دم زي ما احنا قلنا دلوقتي في الهايبر بلبيتس العصب اتمال دم فحصل فلو فيه تمدد في الاوردة وهو شرب حار ايه اللي يحصل الاوردة تتمدد زيادة فالضغط اللي داخل العصب يزيد زيادة تلاقي المريض يقولك انا لو شربت مية حرة حسس ان السن ده هينفجر هتلاقي بيقولك كده بالظبط يقولك انا لو شربت كبات شاي احس ان السن ده في حاجة هتفجره بالداخل لكن لو شربت بارد تلاقي يقولك الاوردة الكش تصغر فالضغط اللي داخل العصب يقل يقولك بس انا كده ارتحت عشان جي السؤال ده قبل كده في انتحان قالك مين المريض اللي بيبقى عاد منتظرك في العيادة ويخش عليك العيادة وهو ماسك ازازة مية بردة مية بردة او مية مسلجة يقولك لو انا ما عملتش كده انا هموت لو ما عملتش كده هموت مين المريض ده او ايه هو المريض ده لات stage دب ليه حصله كده لان هو في مرحلة الدم محتقن الدم عايز يبعد خلايا مناعة كتير عشان يحاول يلحق الوضع اللي متضهور ده فعمال يبعد خلايا مناعة فيحصل تضخم في الاوردة فيبعد خلايا مناعة فيحصل تضخم في الاوردة انت لما تدي له حار انت ضخمت الاوردة زيادة عن اللذوب فالاوردة انتفخت زيادة عن اللذوب فحصل زيادة ضغط داخلي داخل العصب تلاقي المريض بيقولك وصف كده بالضبط لو شربت بق شاي أحس إن السن هيتفجر لكن لو شربت بارد يقولك السن يرتاح السن خلاص القلم بتاعه يهدأ أو القلم بتاعه يبقى قليل عشان كده دايما هتلاقي دايما الناس مرضى الأسنان أو أنتوا حتى عادي مش مرضى الأسنان تلاقي السن لما بيقلمك بيقلمك في إيه في البداية بيقلمك مع إيه الأول؟ مع البارد طبعا أنت ما رحتش لدكتور الأسنان أو ما عليكتش السن أو ما رحتش اهتمت بالموضوع يقلب بعد كده حار أو لما السن يقلب لحار بس كده أنت كده دخلت على إيه في رسول بالبالبال لكن طول ما السن بارد عشان كده وأنت بتشخص المريض لما المريض يقولك القلم مع البارد قوله إن شاء الله في خير في السن ممكن ما نقطعش عصر لكن أو لما المريض يقولك القلم أصبح مع الحار من غير ما تكشف على السن غالبا 90% 95% ولازم يتعامل غالبا طبعا في حالات شازة يعني في المجمل يعني طيب يبقى كده المفروض إن الاختبار البرودة زي ما احنا بنقول أو اللي هو بيسموه ده بيختبر ايه أو بيعمل اختبار لإيه زي ما احنا لسه لا لا بسكيلاريز الدم مش احنا لسه قلين دلوقتي ممكن يقولك الدم اللي هنا كميته طبعية يبقى ده كده نوربال بلب الدم اللي هنا حصل فيه يبقى ده الدم اللي هنا حصله يبقى ده الدم اللي هنا اتقطع تماما يبقى ده نكروتك بلب طب بيختبر ايه عشان السؤال ده بيجي في المتحان كتير يقولك بيختبر ايه أو بيدور على ايه أو بيبحث على ايه على الدموية لكن مين بقى اللي بيختبر السينسوري أو الإحساس الإلكتين اللي احنا هنشوفه كمان شوية اللي هو اختبار الكهرباء عشان كده يجيب لك سؤال في المتحان ويقولك عملت اختبار كهرباء على المريض وتختار إجابة irreversible أو irreversible غلط تماما ليه لأن الكهرباء ده هو بيديك رقم الرقم ده معناه يا في عصب يا مفيش عصب لكن بقى العصب ده irreversible irreversible normal ميكروتك مليش دعوه ما عرفش ما عرفش هو ايه هو بيديك رقم الرقم ده عبارة عن ايه أو دلنته ايه هو بس دلالة واحد في عصب مفيش عصب لكن مين اللي يقدر يوصف الاوصاب دي كلها normal irreversible irreversible نيكروتك ويدي الاوصاب دي كلها الفسكولاريتي الدموية لكن مين اللي يقدر يقول حي ميت فقط لغير هو السيرمل أو اللي هو الاختبار الفيتاليكي أو الفيتاليكي طيب احنا قلنا ممكن نعمله عشان كان في سؤال بيجي في المتحان كثير برضو يقولك مين اضاق اختباره عندي من اختبارات العصب يقولك البركشن ولا البالبيشن ولا الاكس راي ولا الالكتريكال بلبيتس ولا السيرمل يقولك بيجي السؤال كي بالزبط يقولك مين اضاق اختبار معايا او ايه اضاق اختبار معايا السيرمل السيرمل فسعب بقى لو جابها بشكل عام يقول عليه كلد وهود لكن ساعات بيجيبها خاص يقولك الكلد ولا الهود ولا البركشن ولا الالكتريكال بلبيتس يعني لو جابها بشكل عام هنقول سيرمل اللي هو بيقصب الحارة وبارد خلوا بالكو سيرمل مقصود بحرارة مش مقصود بهود يعني مقصود بحرارة لكن لو جيبها اميزهم مين الاحسن اختبار البرودة ولا اختبار الحرارة في السيرمل نفسه الحرارة برود ليه بقى ليه بقى البرودة لان البرودة يقدر يكشف الاثنين ال irreversible وال irreversible لكن الحرارة ما يقدرش يكشف بس الا ال irreversible مالوش علاقة بال irreversible لازم نفهم القصة جاية ازاي او الموضوع الجاية ازاي البرودة يعرف يكشف الاثنين يعرف يكشف السير ال irreversible وال irreversible لكن الحرارة ما يقدرش يكشف تا لو حطيت شاي حطت كده شاي على سنانة كشرب شاي انت مش رتب دائم من حاجة مش رتب حاجة لكن لو انت عندك مشكلة في السن لو كانت ريفيرسبول او ان ريفيرسبول حطيت بارد عادة اكتشف حاجة فعشان كده البرودة هو الادقة او البرودة هو اللي بيكون طيب سعب بيجي سؤال برضو في الامتحاني ولك ممكن الاختبار بتاع الحرارة احنا بنقول دقيق دقيق جدا هل ممكن يضحك علي ممكن يديني قراءات كذبة ممكن يديني قراءات مصحيحة او يديني قراءات كذبة بيجي السؤال ده كده يقولك هل ممكن يديك يعني فولس يديك يديك كاذبة غير حقيقية مش صحيحة مش صح الله ينور عليك خليها نقولها بمثال عشان الدنيا تبقى واضحة انت لو قعدت على رجلك ساعة كده ورجلك زي ما بيقولوا كده حصل له حاجة اسمها تنميل رجلك نملت او رجل بتاعتك نملت او 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 رجلك نملت ايه اللي ايه اللي ايه لو انت جيت قرصت رجلك كده وهي منملت بتحس بالقرصة دي او بتحس لا بتحسش ليه لان بيقولوا ان العصب ما يقدرش ينقل احساسين في نفس الوقت العصب ما يقدرش ينقل احساسين في نفس الوقت يعني لو انت رجلك منملت اتخبطت رجلك ما تحسش ليه لان في احساس قريدي شغال اللي هو الضغط البريشر اللي حصل على عصب عشان كده كان في حاجة كده لو انتو فيكو حد خد دورة اسعفات اولية ولا حاجة الابر الانترا ماسكولر اللي هي بتتخذ في العضلة وكده لما كانوا بيدوها يقولك لو انت مش عايز المريض يحس بالابر اللي هي السرنجة اللي انت بتعمل ايه يقولك قرصه كده ارصة الاول ليه لانك انت كده خليت العصب يحس باحساس واحد ادي له بقى الابرة ساعتها في نفس اللحظة اللي انت قرصت فيها او عملت القرصة فيها يقولك مش هيحس ليه لان العصب واخد احساس لسه قدامه فترة تانية عبا لما ينقل احساس التاني فتكون انت اديت الابرة او خلصت الابرة او اديت السرنجة مين تاني برضو؟ اللي لسه ما اكتملش الزروة بتاعته لسه ما اكتملتش الدموية بتاعته لسه ما اكتملتش الفاسكولاريتي بتاعته اللي هو مين؟ الام باتيور توس فبيجي السؤال في الامتحاني يقولك مين اللي ممكن يديك ارئيات كاذبة او يعمل لك ارئيات كاذبة في حالة السرنجة لو خد خطة واخد ترومة واخد ضربة او الزروة غير مكتملة هل البركاشن تيست يقدر يدينا دلالة على حالة العصب؟ اشان السؤال ده ليه حاجات كتير كده البركاشن تيست او اعيدي دلالة البركاشن تيست يديني دلالة على العصب؟ على العصب بقى على العصب على البريدونتال لجنة ليه بقى؟ ليه؟ ايه الفكرة بقى؟ انه هو ما يقدرش يكشف لي حالة العصب البركاشن ده جماعا اللي هو الخط على السن يعني بالمناسبة ليه ما يقدرش يديني دلالة على حالة العصب؟ لان الالياف اللي بتحس بالضغط موجودة في البريدونتال لجنة الالياف اللي بتقدر تحس اللي هي بيسموها اللي هي الالياف احساس الضغط او الالياف بتاعت شعور نقل الضغط عشان كده انت ممكن هقولكو على حاجة برضو عشان الموضوع يبقى ورايب انت ممكن تشتغل حالة حشو عصب لمريد يقولك تسلم ايدك ولا بقي تحس مع الحار ولا البارد وكله تمام يقولك بيه مشكلة صغيرة السن انا مش طائق المسه على بعض انا عايزك تفهمني بقى ازاي السن ده انت بتقولك شلت له العصب بتاعه وانا مش قادر ادوس عليه مع السن اللي اصاده عايزك تفهمني النقطة دي ازاي بقى انت بتقولني انت شلت العصب وانت قذلت العصب كلوا طابه ازاي بقى وتققص مع regularly و مش قادر ادوس بييخبط مع حتى لو بيخبط مع هي البردونتال لجنة بدليل ايه انت شلت له العصب لكن لسه بيحس جايله الإحساس ده منين انت أزلت الإحساس بتاع الحر والبارد اللي هو البل بتشو اللي هي النيرف بتشو اللي هي خلال اللي بتحس بالعصب أو الألياف اللي بتحس بالعصب لكن الألياف اللي بتحس بالضغط لسه موجودة في البريدونتالليجب يقولك المريض ايه ساعتها أنا مش طائق أدوس السن مع اللقصات مش عارف أدوس السن مع اللقصات على الرغم من حر بارد آيس كريم سكريات حلويات أي حاجة من الحاجات اللي كانت بتوجعني دي خلاص ولا بقت توجعني ولا أي حاجة عشان كده برضو بيجوا في الإمبلنت يقولك بتوع الإمبلنت لازم تتأكد من الأوكلوجن بتاع الزرعة مليون في المية قبل ما المريض بتاع الزرعة يمشي مليون في المية ليه؟ فيش بريدونتالليجب انت حواليه الزرعة فممكن المريض يدجدش لك الزرعة دي مليون حتى وهو مش دريان لو انت عملتها عالية قدوا بالك يا جماعة الناس بتفتكر إن الألم ده حاجة ضرعة الألم ده معناها تنبيه للجسم إن فيه مشكلة هنا عشان بس تبقوا فاهمين الميكانيزم إزاي أو الموضوع إزاي معنا إن الجسم بيقلمك في الحتة دي ده معناها مش حاجة مضرة ليك ده معناها إن الجسم بيدي تنبيه إن فيه هنا فيه مشكلة فيه خلل هنا فأنا لما حسش إن فيه حاجة عالية ما أنا خلاص دمرها بقى كسرها فشفاش هميد حتة الزرعة وانت مش دريان أصلا حاجة عالية أو فيه حاجة مرتفعة بيدي ألرت للجسم يعني أيوة بالظبط بيقول لي الجسم هنا فيه مشكلة الألم ده معناه كده المعنى بتاع الألم إن بيقول للجسم مثلا البريدونتالليجم انت دي ملتهبة لإن فيه ضغط زيادة إنت عملت أوفر انسترومنتيشن خرجت الفايلات برا الجدر دخدخت الجدر كسرت الجدر عملت أي مصيبة في الجدر فمعناها إن روح شوف إيه المشكلة بقى اللي عمالة تعمل الخلل ده وحاول تعالجها أو حاول تعملها علي طيب هنا بيقول لك الفونيكس أبسس احنا قلنا جماعة الأكيوت أبسس بيبقى معه ألم بيظهر على الأشعة ولا ما يظهرش على الأشعة لا لا ليه بقى ما بيظهرش على الأشعة يعني حاجة أكيوت لسه الألبون ما حصل لأوريزوبشن الله ينعلم لسه مبارح لسه أول مبارح لسه من يومين لسه من أسبوع لسه من خمس تيام لسه من شهر فلسه ما حصلش كمية الضمار بتاعة العظم اللي تظهر وتبان على الأشعة لكن الكورونيك ده ده بقى له سنة بقى له اثنين بقى له تلاتة بقى له أربعة فما يكونش معاه ألم لكن يظهر على الأشعة الأكيوت يكون معاه ألم ما يظهرش على الأشعة الكورونيك الكورونيك معهوش ألم بس يظهر على الأشعة مين بقى الجميل الحلو اللي بيخلط ما بين الاتنين الفونيكس أبسس يكون معاه ألم ويظهر على الأشعة مين هو الفونيكس أبسس ده هتلاقوا حالة لو أنا قلت لكم على العمل بتاعها هتلاقي كتير منك واجهة انت سعب بيجيلك مريض كده عنده كورونيك أبسس احنا قلنا كورونيك أبسس ده هل فيه ألم؟ لا مفيش لا مفيش ألم هو هيجيلك ليه بتاع الكورونيك أبسس المريض ده هيجيلك العيادة ليه هقولك يا دكتور النفرة دي أنا عايزة تروح كل شو عملت بخ فهو مش جايلك بألم يقولك السن ده مفتوح وعايزك أنت تقفلهولي هيقولك عايزك أنت تقفل للسن ده لأن السن ده مفتوح وبيجمع لأكل وبيعمل عفونا وبيعمل ريحة وكلام من ده فأنت تقوله السن محتاج حشو عصاب يقولك أنا ما بحسش بيه السن مفوش قلب اعمل لي حشوة وخلاص تقوله لا مفيش حاسبها حشوة وخلاص لازم نشيل العصب حتى لو هو ميت ونحط حشوة ده بالظبط اللي انت بتقوله انت بقى راجل شغال على الله ولا بإكس ري ولا بإيبكس لوكاتور ولا بأي حاجة من الكلام ده هتعمل إيه بقى وإيه اللي انت هتعمله هتقوم مسك الفايل داب بالسن كده لغاية آخره عملت ايه انت لما دبت السن لغاية آخره جبت بكتيريا لسه بحالتها لسه بصحتها لسه الجسم مش متعرف عليها دخلتها للمنطقة اللي تحت دي الجسم كان حافظ البكتيريا اللي فيها ومسيطر عليها فعملت ايه هيكت المنطقة دي يجيلك المريض تاني يومي يقولك الله يخرب بيتك السن ولا كان فيه ألم ولا كان فيه أي حاجة ولا كان فيه أي مشكلة بصوا وشي عامل ازاي وشي وارم ازاي وقلم عمري ما شفته في حياتي فانت كده عملت ايه انت كده عملت حاجة اسمها بيقولوا عليها بالعمل بيسموها فلرب انت هيكت المنطقة اللي تحت يعني ايه هيكت المنطقة اللي تحت دخلت لها بكتيريا جديدة لسه الجسم مش عارفها فالتانية دي كان الجسم مسيطر عليها معنى كرونيك يعني الجسم مسيطر على الوضع فانت عملت ايه دخلت له حد جديد ما يعرفوه يجيلك وش وموارم قد كده وفيه صديد وخراج شديد جدا مع انه كان مبارح يعني هو كان لسه موجود معاه في العادي كان مفيش خراج اصلا مفيش بص مفيش صديد مفيش حاجة اكيوت تيجي تصور الأشاعة يا تلاقيه بيظهر على الأشاعة فده الوحيد اللي بياخد الميزة ما بين الاتنين اللي هو بيسموه بالاسم العلمي فونيكس بيقولوا عليه في العادات بيسموه في راب بس في الاسم العلمي بيسموه الفونيكس فالفونيكس أبسس هو عباره عن ايه او ايه هو هو خليط ما بين ده وما بين ده ازاي ان هو كان في الاصل كرونيك الجسم مسيطر الجسم لام من الوضع انت غزيته هيكته حفزته عملت له تحفيض فتحول المزمن الى اكيوت حاد فتلاقي المريض جاي بقلم عمره ما شافه في حاد وش وارم قد كده وصديد وخراج وقلم قوي وقل لك ايه اللي انت عملت انا كنت بقولك حطيلي حشوة في السن ايه بقى كل اللي انت عملتهولي ده وكل الورم وكل القراج وكل الصليون وكل اللي انت عملتولي ده ده كله انت عملته على حاجة عشان كده كان الدكاترة الاندو يقولك في حالات النكر definite تنظف تنضيف تنظيف كامل في جالسة واحدة الدكاترة بتاعت الاندو ويقولك دايما نظف على قبل الوركينج لينس يعني كان دايما يقوله ايه انت است مسلا زي ما هنشوف قدام كده الوركينج لينس على 21 مثلا يعني مثلا 21 يقول لك نظف على 20 يقول لك اه في واحد سيبك سيبك منه واحد هنبقى نعمله بعدين سيبك منه نظف على ليه لأن انت حتى لو نظفت على 21 بالظبط ممكن غزب عنك حتى لو الفايل ما طلعش برا ممكن يقول لك انت طلعت طلعت اللي هي الاتساخات اللي هي الحاجات المتعفنة دي فدفعتها برا هيكت المنطقة دي فهيحصل نفس الموضوع او اللي هو نفس الفيلة رب او نفس التهيج او نفس الحكاية مهمة جدا الجزئية دي جماعة مهمة جدا ليكو حتى في العيادات يبقى الفونيكس أبسس هو عبارة عن ايه حاجة تاني مزمنة وانت هيكتها حاجة تاني مزمنة وانت عملت لها طيب في حاجتين بيجوا برضو تحت الجذ الجرانيولومة الاول الجرانيولومة دي تعتبر حاجة كرونيك ولا حاجة أكيون خرونيك خرونيك يبقى حاجة مؤلمة ولا غير مؤلمة غير مؤلمة غير مؤلمة طب جي بقى سؤال تريكي كده شوية ليه علاقة بالسيرجي قالك انت خلعت السن أبرلاترال انسايزور ولقيت فكرة ان يلومة طلعت مع السن تدي مضاد ولا بتديش قدي مضاد لا بص يا جماعة عشان قصة المضاد الحيوى دي قصة كبيرة ومتشعبة ومهمة عندنا بحاجات كتير إحنا بندي مضاد ضحايا وإمتى؟ لما الجسم يكون مش عارف يسيطر على الوضع إحنا بندي مضاد ضحايا وإمتى؟ لما الجسم يكون مش عارف يسيطر على الوضع إمتى الجسم مش عارف يسيطر على الوضع لما الحالة تفرط منه يعني أكيون يعني معناها يقولك حصل اندفاع للبكتيريا داخل البنادستريم اللي هي بيسموها بكتيريميا اللي هي بتظهر على متهب ايه يقولك المريض عندي حرارة جديدة أو عندي التهاب في الغودة الليمفوية أو عندي تكسير وهن في جسمي اللي هو الماليس ده تمثيل العملي بتاعة ايه اندفاع البكتيريا داخل بنادستريم نتيجة حالة اللي هي بيسموها البكتيريميا لكن اي حاجة stronic أو أي حاجة بتكون Chronic number Cronic معناها الجسم مسائة خلاص الجسم مسائة رو اني تحاولت تخش تدخل له لا ما تديش مضاد حياة أي Chronic لا يعطى مضاد حياة وأي Acute لا يعطى مضاد حياة إلا أن الجسم مش قادر يسيطر على الوضع اللي احنا قلنا إيه اللي مش قادر يسيطر على الوضع ارتفاع شديد في درجة الحرارة اللي هي بيسموها الفيفر تكسير وهن في الجسم التي قلبها الماليز التهاب في الغدد الليفوية بتاعة الرقمة اللي هي بيسموها دول التمثيل بتقع ايه ان الجسم مش قادر مش عارف ولا خلاص ساعدني بقى اعمال لي مساعدة لكن غير كده انا بساعد خلاص يا عم سبنا ساعد بقى تيديه مضاد الحيوة لان فكرة المضاد الحيوة احنا عندنا هنا في المنطقة العربية دي شوية فيها هيجان الموضوع المفروض ان هو كنترول دي شوية عشان بعد فترة بيبتدي يظهر حاجات زي المارسة وحاجات اللي هي بيقولوا عليها بكتيريا بيقاوم كل حاجة تيجي تديها ايه مضاد الحيوة وما بتموتش ليه؟ لان الناس ممكن واحد مصدع يقول لك خد مضاد الحيوة ليس متعود علينا خلاص بقى تمنع انا مصدع لما باخد مضاد الحيوة انا بروق ببقى اكواد يعني ما فيش حاجة يسمع ايه يقول لك لا لك يا تمنع فالناس بتاخد افراد في مضاد الحيوة بصورة عميفة فالمفروض ان المضاد الحيوة المفروض طبعا يعني ان هو عليك عليك يود مش كده وخلاص يعني مش كده وخلاص فاحنا بنيجيش الا في اللي هو ان الجسم مش قادر بيقول لك سعيدني امتى الجسم هيقول لك سعيدني او انا مش قادر التلاتة دوت انتفاع البكتيريا داخل بلدستريم اللي هي تمثيلها ايه الحرارة تفعل بشدة التهبت الغدد اللي فيها بتاعة الرقبة الجسم تكسر الدخدق يقول لك عنده وهد اللي هي بيسموها المليز لكن غير كده ده تكتيش بطاعة طيب السيست اللي اتنين دول شبه بعض بييجوا تحتين الجدر عشان جاي سؤال وهقول لكوا على حاجة مهمة هنا في النقطة دي قال لك مميز ازاي ما بين الجرانيولومو والسيست قال لك سري ولا بالبركشم ولا بايه نميز ما بين الاتنين ازاي او بايه ما بين ده وده ازاي اللي نور عنك ممتاز لان كان جايب اكس راي والناس كلها ماشي تمام فهو فعلا فيه فرق في الاكس راي ان الجرانيولومو بتبقى صغيرة شوية صغيرة شوية لكن السيست بيبقى كبير شوية لكن خدوا بالكوا ما اقدرش اعتمد ديفرينشال دياجنوزز ما بين حاجة وحاجة على الحجم على اساس الحجم ليه لان ممكن الحاجة دي لسه بقالها اسبوع فهي طبيعة صغيرة والحاجة دي بقى لعاشر صنين فهي طبيعة كبيرة فما اقدرش اعمل ديفرينشال دياجنوزز قاطع ما بين فرق حاجة وحاجة على اساس الاشعة او الحجم يعني ايه انه ممكن دي لسه طلع من فترة قريبة ودي بقى لعاشر خمستاشر سنة فطبيعة يكون كبرت لكن اقدر بقى اقول مليون في المية ده جرانيولومو مليون في المية ده سيست عن طريق ايه اشوفهم تحت المتريسكور اللي ها الهيستولوجيكال عشان جه السؤال ده بالنص قبل كده وكله راح لفكرة الـ X-ray ان ده شكله في الـ X-ray كذا وده شكله في الـ X-ray كذا طيب هنا بيقولك كورونيك ايبيكال أبسيس ده انفلميشن في البالبر انفكشن نيكروزيز العصب ميت وجرانيول يعني بيبقى بطيق ما بيبقاش معاها ألم بس بيبخ صديد كل شوية عن طريق النفرة اللي هي سينستركت الكلام ده الوصف ده صحيح صحيح هو نفس الوصف اللي احنا وصفناه بالزبط نفس الوصف اللي احنا طيب الـ X-ray ده رابد سريع قوي السنة مؤلمة فيه صديد محبوس ما طلعش ما تفجرش فيه صديد محبوس صح والغلط صحيح صحيح فدي صحيحة ودي صحيح طيب بصوا بقى جماعة عشان العلاق بتاع الأكيوت أبسس ده عشان القصة دي دخلة في حاجات كتير وحاجات مهمة كتير أنا دلوقتي عندي أي كلمة أي كلمة أكيوت وجنبيها كلمة أبسس ده معنى إيه أو المعنى بتاعه إيه ده معنى صديد محبوس يبقى وانا مغمق كده الحل ساعتها يكون ايه أو يبقى إيه جود حاوي شاول لكم على حاجة مهمة أن أنت تعالج السبب أو تعالج العرض يعني إيه تعالج السبب أو تعالج العرض وانت بدت مضاد دحيوي أنت عليك العرض عليك العرض اللي هو إيه اللي انتفاخ اللي كان موجود المريض هيرتاح آه هيرتاح طبعا هيرتاح وإيه بقى أكواد مؤقت بس مجرد ما منعت الجسم هتقل تاني البكتيريا اللي هي كانت قاعدة تحت لقيل البكتيريا مرحتش هي البكتيريا نشاطها قل فمجرد ما هتلاقي فرصة إن مناعة الجسم قلت أو المناعة أو جاله دور برد مثلا يعني جاله دور برد ومناعته قلت ترجع تهجم تاني أو تعمل نفس الحكاية دي تاني فلو انت بقى دكتور شاطر هتعمل ايه شيل البتاع اللي تحت دي كلها فالمريض ده ممكن ينزل يقضي يبوس إيديك في نفس العالم ده أسرع مريض الأسر بتاع دكتور الأسلام بيظهر في نفس اللحظة اللي هو ايه انت دلوقتي عندك صديد محبوس وعمال يضرب في السن المريض مش عارف يرتاع فانت تعمل ايه لو جبت المشرق كده وضربته كده ايه الصديد المريض سيقولك بس خلاص كده تسلم ايه لك خلاص كده مش عايز حاجة تاني خلاص انا كده تمام مجرب بس خروج الحاجة اللي عاملة زي السوستة دي عملة تضرب وتدفع في السن الله سيقولك انا تمام كده انا كده زي الفل انا كده مش محتاج ايه حاجة تاني لكن طول ما هي تحت كده استنى بقى حلين عبالة المضاد الحاوي يشتغل بعد يومين يشتغل بعد ثلاث ايام يشتغل على حسب مناعة الجسم وعلى حسب البكتيريا قوية ولا ضعيفة ولا الشغلانة دي كلها لكن انت ضربته شقيته وخرجت الصديد الله سيقولك انا كده زي الفل انا كده مية مية انا كده مش محتاج ايه حاجة تاني انا كده يعني ما عنديش ايه مشكلة في ايه حاجة تاني اللي هي الانسجن ودرينج بس احنا بقى بنقسمها لتلاث حاجات عندنا في الاندو ازاي بقى لو انت الصديد عندك مجمع نفسه كده ومعمول كده بتضربه بالمشرط عن طريق صفتي تشو بتتسمى انسجن ودرينج او بيتقال عليها انسجن ودرينج طب بفرض بقى الصديد مجمع نفسه تحت الابيكس يعني ما لوش فتحة تقدر تفتحها بالمشرط هتعمله ايه هتفتحه بالفايل تقوم خارم بالفايل الابيكس عشان يطلع الصديد من قلب السن